بسم الله الرحمن الرحيم كانت ايام جميلة واعيات جميلة جدا الحمد لله خلال هذه الفترة او الفترة السابقة في البيت الكبير وفي كل قناة النادي الاهلي سعيد جدا بكل التعليقات اللي حضراتكو دايما بتبعتها لنا ودايما الملاحظات القل سلبية اللي موجودة بنحاول دايما نحلها اول باول لان انا دايما وزي ما قلت لحضراتكو دائما ان هذه الشاشة هي شاشة جمهور النادي الاهلي شاشة جمهور النادي الاهلي انا ليه بقولي الكلام ده بقولي الكلام ده لانه أنا هتكلم عن حاجات مهمة جدا جدا تخص جمهور النادي الأهلي ووعي جمهور النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي هو جمهور واعي وحافظ وعارف هو بيتكلم في إيه وبيعمل إيه ولكن بعض إعلام أو بعض الإعلام الفرق التي تنافس النادي الأهلي بيتكلم دائما في أمور ماينفعش إن هو يتكلم فيها زي ما قلت لحضراتكم قبل كده خلال الفترة السابقة أيضا أنا ما بعرفش أكسبك في الملعب مثلا يعني إحنا لما بنلعب في الشارع زماني كنا بنبقى قاعدين وبنقسم بعض فلاقي اللي قدامي ما بيعرفش أكسبني خالص فأنا عامل إيه أو هو يعمل إيه دايما يتخانك دايما يشوف موضوع يتكلم فيه علشان يطلعك بره تركيزك يطلعك بره استقرارك يطلعك بره الاستقرار اللي أنت شايفه كنادي فالحقيقة أنا دايما بحب أتكلم في النقطة دي يعني مثلا حسين الشحات ما بيعرفش يلعب بواليا لازم يمشي دا ما عندوش فكرة دا نادي الأهلي اشترى ترماي مش دا اللي حضراتكم تسمعوه من الإعلام المنافس أو بعض ما اللي يشجع النادي الأهلي دايما يقولك الكلمتين دول ليه؟ لأنه هو مش لاقي حتة يخش بها يقولك يا عصل حسين الشحات دا مش عارف إيه وولتر بواليا دا كزا وولتر بواليا دا النادي الأهلي اشترى ترماي مش هو دا الكلام اللي حضراتكم تسمعوه من بعض الإعلام المنافس لكن وأيضا خدوا بالكو فترة اللي فاتت كان دائما ولاد النادي الأهلي اللي موجودين في الأندية الأخرى كمديرين فنيين من المديرين الفنيين واللاعبين كان بتقال عليهم إيه؟ أنهما بيفوتوا وإحنا تكلمنا المرة اللي فاتت من إسبوعين كده عن هذا الموضوع مع أساتذتنا الكبار اللي كانوا موجودين معانا فدايما يروح يقول لك إيه؟ أصل حسين الشاحات يشكك في حسين الشاحات يشكك في بواليا يشكك في فلان يشكك في علان عارف ليه حضرتك؟ لأنه هو مش عارف يكسبك يقول لك إيه مثلا أسبوع اللي فات بعد تعادل النادي الأهلي في المباراة السابقة لقبل الإنتاج الحربي بنك الأهلي يعني قال لك إيه؟ قال لك خلاص الدور خلص الأهلي خسر الدوري طلعوا لي كده اللوايح اللي بتقول في حالة تعادل عدد النقاط مع بعض يا جماعة لسه عشر ماتشات هي الناس دي بتتكلم في إيه؟ هي الناس دي عايشة فين؟ هي الناس دي عايشة فين؟ بتتكلم في إيه؟ حضرتك جاي باللايحة اللي بتقول تعادل في عدد النقاط ولسه عشر ماتشات أو تمن ماتشات على النهاية الدوري حاجة غريبة جدا حاجة غريبة جدا وتخليك تبقى قاعد والله انا قاعد بتفرج طبعاً اليومين ثلاثة اللي فاتوا ما كنتش باطلع فقاعد بتفرج بشوف الكلام اللي بيتقلوا الكلام اللي بيحصل بلاقي الناس كلها وهو اعلام او بعض ما اللي يشجع النادي الاهلي دايماً اللي بيروح في هذا الاتجاه لكن جمهور النادي الاهلي واعي وعارف هو بيعمل ايه وعارف ان الاعلام ده موجه لحتة معينة ان عايز حضرتك كجمهور النادي الاهلي ان انت تخبط في لعبتك عايز خناقه عايز اي حاجة تخبط في لعبتك تخبط في حسين الشحات تخبط في بوليا تخبط في كزا تخبط في كزا عندنا اخطاء عندنا اخطاء هو فيه نادي في العالم ما عندوش اخطاء هو فيه نادي في العالم يستحمل كمية الارهاق والضغط اللي موجودة ويستحمل كمية الضغط النفسي وبالمناسبة حاول اجيب لحضراتكم دكتور نفسي يتكلم معانا في هذا الامر هل الضغط النفسي بيؤثر بشكل سلبي على اللاعبين ولا لا او على رياضيينه عموما ولا لأ? لانه انا بلعب في طول افريقيا وبسافر جنوب افريقيا لاعب سانداؤنز في اه الدور الثالثماليةrot وبعد كده اسافر المغرب عشان اسافر طونس عشان الالعب الدور القبل النهائي. وبعدهين ارجع للمغرب الالعب الدور النهائي. وما بين دا وده بروح علعب النصر في الكاس. ودي هتكلم عليها بعدين. وما بين كل الماتشاط دي. انا بلعب ماتشاط هنا في في الدوري المحلي بسافر اسكندرية وبروح السويس وبروح اسمالية وبروح يمين وبروح شمال والباقيين قاعدين بيتفرجوا الباقيين قاعدين بيتفرجوا بتتلعب مباراة بس على الهداوة كده وانا دلوقتي هتكلم معاكو في نقطة اثارها الكابتن سيد عبدالحفيز ولازم اتكلم مع حضراتكو فيها لانها نقطة مهمة جدا وبالتالي هو رايح لإيه؟ هو رايح ان هو يقعد يخبط فيك بأي طريقة بقى زي ما قلت لك كده لما انت وزميلك تلعبه في الشارع كده فتلاقيه هو مش عارف كسبك أبدا مش عارف الفرق بينك وبينه كبير انا واخد اتنين واربعين دوري واللي بعد يواخد مش فاكر 11-12 دوري فهو عايز يعمل اي حاجة عشان يوصله اي حاجة عشان يوصله ولكن اتمنى ان يكون دائما التنافس جوه الملعب دائما المستطيل اللي اخضر لكن ان انا نعود اخبط فيك مليمين الاصل حسين مش عارف ايه وانا بخص حسين وبواليا تحديدا ليه شمعنا حسين وبواليا لان حسين وبواليا النهاردة واحد جاب جون التعادل والتاني جاب جون الفوز فاكرين فلافيو فلافيو سنة قعد بيلعب كرة قدم معانا وبيلعب كراس حربة في النادي الانو ما جابش جواه وفي الاخر جاب جون هو جابه بدهره ولكن شبيه كرة رفعت له عمل من عماد النحاز دخلت جون النهاردة بواليا نفس الكلام اوفر عالمي عالمي مايتقالش علي اكتر من كده مايتقالش علي اكتر من كده اوفر عالمي من علي معلول بواليا طلع حط الكرة بدماغه جون تلت نقاط في الديئة 95 حرق الدم ناس كتيرة جدا لكن هل ده يخليني اقول لحضراتكم ان احنا ما عندناش عندنا اخطاء هو في نادي في العالم ما عندوش اخطاء كل اندية العالم من اول ريال مادريد برشلونة كل الاندية اللي في العالم كله عندها اخطاء فبالتالي لما اجي اتكلم لازم ما بقى واخد بالي وانا بتكلم لان انا فجئت الحقيقة فجئت لقيت بعض الاعلاميين دايما ما بيتكلموش غير في كده هم بعض من لايوا يشجع النادي الاهلي يخدوا بال حضراتكم بيتكلمش في ايه طلع لي يا ابني اللايحة بتاعت النقط في حالة التعادل تعادل ايه جماعة تعادل النقاط يعني مين اللي ياخد الدوري مين اللي ما ياخدش الدوري دا لسه بدري قوي الكلام دا يحصل في اخر اسبوع ولا في اخر اسبوعين لكن دلوقتي وانا بتكلم وانا لسه النادي الاهلي ما تكملش بقية مبارياته المؤجلة ولسه النادي الاهلي بيلعب كل يومين تلاتة ماتش وبيؤثر دائما المصلحة الوطنية هتكلم عن الموضوع دا برضو لانه موضوع مهم جدا موضوع مهم جدا فالحقيقة زي ما انت حضراتكم شايفين عيسين الشاحب بيجيب جون دا بيقولك حيسين اصله مش قاد متعبان قد يكون مرهق قد يكون عصبيا وزهنيا عنده هذا الارهاق ولكن بيعرف يفكر يحط الكرة جون فيه ويتعادل ويرجع ويجيب الكرة بالجون ويلا واللي بعده عشان عايزة جيب التالت وعايزة جيب الرابع هذا هو النادي الاهلي لكن حضرتك تقعد او عايز توجه الاعلام لحتة معينة مش هتعرف عارف ليه مش هتعرف لان جمهور النادي الاهلي 70-80 مليون اهلاوي عارفين كويس قوي حضرتك بتعمل ايه حضرتك عايز توجه الاعلام ان الاهلي خسر الدوري دوري ايه اللي الاهلي خسره افكركم بايه ولا بايه ولا بايه في السنين اللي فاتت انا يعني عندنا كتير مفيش اكتر من دوري فاكرين فاكرين لما الكلامت قالك قالك الاهلي في المنطقة الدافئة والاهلي اخر السنة خد الدوري على فكرة انا ما بتكلمش على حاجة ولكن ممكن جدا نخسر الدوري لقدر الله يعني ولكن وممكن جدا نبقى عندي اخطاء في المباراة زي المباراة البنك الاهلي عندنا اخطاء عندنا اخطاء هل اللعيبة ما تعرفش ان هي عندها اخطاء اللعيبة يا جماعة حسين وعارفين كويس قوي 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 ان هم عندهم بعض الاخطاء ولكن بيحاولوا دايما عايزين يردوا جمهور النادي الاهلي وده بيمثل ضغط كبير عليهم صدقوني الكلام اللي انا بقوله حضراتكم ده احنا شفناه وجربناه فاللي انا عايز اقوله ان لأ الارهاق النفسي له دور كبير جدا 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 في اللي احنا شايفينه ده انا طالع من بطولة افريقيا ورايح بطولة الدوري والناس عايزة توجهني او بعض من اللي يشجع النادي الاهلي عايز يوجهني ان انا خسرت خسرت دوري ايه لسه بدري عالكلام ده حضرتك ممكن جدا لقدر الله ممكن يحصل احنا بنلعب كورة احنا بنلعب كورة ولكن احنا دايما هنقف بالمرصاد لكل هذا الكلام مش هنسكت على كل كلمة بتتقال ولا كل حاجة بتتقال علشان في الاخر اوصل ان في نادي او النادي الاهلي بليش دعب حد تاني النادي الاهلي خسر الدوري نادي الاهلي مخسرش الدوري وحنا لسه الايام اللي جاية والمباريات اللي جاية ممكن نتكلم في كل هذه الامور مرة اخرى طيب خليني اروح زي ما قلت لحضراتكم دكتور هاشم بحري استاذ الطب النفسي في جامعة الازهر يحكي لنا عن الموضوع ده هل الكلام اللي احنا بنقوله ده هو كلام من دماغنا او اللي هو كلام مرسل ولا هو كلام علمي طبي يستحق ان حضراتكم نفكر فيه مع بعض دكتور هاشم زي حضرتك يا فندم مساعداء جدا بوجودك معنا على القناة الاهلي اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم يعني الحقيقة خلال الفترة اللي فاتت والنادي الاهلي دائما خلال الفترة السابقة بيطلع من بطولة يخش في بطولة المباريات مطلحقة كل 3 ايام او 4 ايام مباراة صفر كتير جدا تركيز كبير جدا هل العامل النفسي بيؤثر بشكل سلبي او ايجابي مع الرياضي او مع كرة القدم عموما في النادي الاهلي دلوقتي تمام يعني هو اكنا عندنا لو اسلمنا المسؤولية اللي وقع على اللاعب في حاجتين في حاجة اسمها القضاء على التخفيض وتنفيذ الخطة المفهولة لله ده على المستوى الذهني او العقلي اه النقطة التانية وهي على المستوى البدني اه ده بالنسبة لكل اللاعب وبعد كده في علاقة بين المدرب واللعيب دي نقطة تانية مهمة لعيب لكون مسدق المدرب معلش يا دكتور بكل حاجة تجي مين او الشبال شوية عشان السوق يقطع بس احنا في حاجات كتيرة جدا على مستوى الفريق ايوه هو الملاحظ انه اه لو انا عملت كل ده بس عندي مشكلة في الراحة البدنية ده بيؤثر بشدة على مستوى الفريق ايوه لانه انا مثلا بفتكر كويس قوي كلمة اللي قالها بليه قال انا اعتذنت على الاساس انه رغم انه احرف العيب ولكن اللي هو مني وبين واحد كرة وهو اطرع مني وهو هياخدها ويجري طبعا فمش عمكة فهي الفكرة كلها ان احنا محتاجين انه يبقى فيه تنسيق ما بين الاربع مقدون ايوه بحيث انه مفيش حاجة تقع من النوم بده اثر على مدائجة بك ايوه لكن هنا العامل النفسي بقى بالنسبة لعيب الكرة وبالنسبة للنادي الاهلي خروجك من او يعني طبعا فوزك بالبطولة لكن خروجك من البطولة الافريقية وان انت تقفل الملف ده وتخش في الملف الدوري المحلي وكل تلات يام مباراة هل من الممكن ان يكون هناك تأثير سلبي من كتر من عامل الارهاق النفسي على اللاعبين ان انا اركز بشكل كبير قوي في البطولة الافريقية وبعدين مطالب ان انا اركز في البطولة المحلية بعدها تلات اربع ايام اثناء فرحة كبيرة والعشرة للنادي الاهلي وكذا 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 بالتأثير بيبقى عامل ازاي دكتور هو ما اكمل النادي الاهلي نادي بطولات ايوه فان انت اللاعب اللي عنك بيالعب بيبقى عليه ضغط انه لا يجب يكسب وان التعادل لما بنشوفه اللاعب يعني التعادل غير مخبول وبالتالي اللاعب عليه مخت عنيف جدا من قبل الجمهور ومن قبل النادي ومن قبل المدربين ان هو ازاي لازم يطول الوقت طول الموزن بأعلى كفاءة في الدنيا ولازم يكسب الاجهاد اللي بيحصل للعيبة من المورات المتتالية بيزود عليه ضغط جامل بلحقش ياخد نفسه بحيث انه حتى لو فيه مشكلة عنده فيه اللاعباء مع نفسه كمهارات او مع زملائه وهو ما بنحقش صحاها ايوه وبالتالي بيدخل المورات اللي بعد كده وهو مضغوط عليه ومجهد نفسيا تمام يا دكتور كيف يمكن التعامل بقى كيف يمكن التعامل في مثل هذه الظروف بص يا حبيب لو هو احنا عندنا التعامل ده بيبقى على مستوين ايوه مستوى اللي مهم جدا اللي هو على مستوى الفردي في ان انا ازود كفاءة اللاعب فده بيزود الثقة بالنفس عنده ايوه لكن مهم جدا حاجة اسمها الجماعة اللعبة الجماعية لأنها لعبة جماعية من اساس طبعا اللعبة الجماعية وتفاهم الاسراد في ارض الملعب بيدي كمان ثقة ضخمة جدا للفريق وده بقى اللي احنا بنتكلم عليه انه روح الفنالة الحمر اللعيب لنفسه هو بيشعر بثقة في نفسه وكمان بيشعر بثقة في انه اللعيب اللي جانبه سنده وبالتاني هو هيبقى واسق انه داخل المهارة ولكن لو كان بقى ضخط النفس عليه وازاي بيحصل لك اي مشكلة في الملعب او تبعادك او تجهد وده بقى انت من نظر نفسك ونظر الجمهور ان دا في الحقيقة ضغط جميل جدا عن بعيبة محتاج ان احنا نبني ثقة في نفسه محتاج ان احنا نبني ثقة في الجماعة وان اداءه لازم ياخد فيه فترات راحة بين المبارات والوعظة علشان يحسن من اداءه النفسه واداءه مع النبوعه انا بشكرك جدا يا دكتور على وجودك معنا دكتور راشم بحيلي في النادي الاهلي ان هما تحس ان هما تعبنين تحس ان هما مش قادرين على الرغم ان هما بازلين مجهود كبير جدا جدا في مباراة البنك الاهلي وبازلين جدا مجهود كبير جدا جدا في مباراة كايزر شيفز وبالتالي سفر ومروح ومجاي وكل ده في الاخر جاب لنا ايه نحن اتعادلنا في مباراة البنك الاهلي وبعد كده الحمد لله ربنا كرمنا النهارده وكسبنا في ديئة 95 وعندنا مباراة تانية يوم الخميس القادم وبعدها بيوم تلاتة مباراة يوم الحد وده حتكلم فيه مع حضراتكم دلوقتي ولكن انا زي ما بقول لحضراتكم نفسيا نفسيا وعصبيا وكل شيء يجب ان يكون اللاعب مؤهل واحنا عندنا لعيب الحقيقة مؤهلة تماما لمثل هذه الظروف ولمثل هذه الامور وبالتالي كل اللي احنا محتاجينه دلوقتي كل اللي اللاعبت النادي الاهلي محتاجات دلوقتي هي المسندة والدعم زي ما قلت لحضراتكم هناك البعض بيحاول ان هو ياخد الاعلام او ياخد اتجاه الاعلام ان النادي الاهلي خسر الدوري وده كلام غير منطقي زي ما قلت لحضراتكم دايما اني طالعوا يقولك ايه هات اللايحة عشان نشوف تعادل النقاط انا عاد تفكر هو ايه ده هو لسه عشان مطشاط مش ممكن انا لا قدر الله يحصل لي تعادل او لا قدر الله حاجة تانية الاندية اللي بتنافس النادي الاهلي نادي الزمالك وهو بينافس النادي الاهلي ممكن يخسر ممكن يتعادل محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل الحاجات دي تتجاب في الاخر لما نيجي نتكلم عن من هو بطل الدوري اذا اذا تساوى الفريقين فانا شايف ان الاتجاه بياخدك او بعد ما لايش شجع نادي الاهلي بياخدك في هذا الاتجاه ولكن وعي جمهور النادي الاهلي وثقة جمهور النادي الاهلي في لعبتهم النهاردة الناس قاعدة اه دمنا محروق واه متضايقين جدا وقاض علانين جدا وزعلانين من بعض اللاعبين انا مش هقدر اقول غير كده يا جماعة لان دي الحقيقة لكن في النهاية ثقتنا كبيرة جدا جدا في اللاعبين ثقتنا كبيرة جدا جدا في الجهاز الفني النهاردة بيتسو موسماني عمل ثلاث تغييرات فكرونا بحاجات قديمة بحاجات حلوة انا مغلوب اتنين واحد العب باربع رص حربة واقمن الدفاع بشكل او باخر يعني ان احنا كان بيحصل لو حضراتكو تتذكروا مباراة الانتحاد السكنداري والاهلي اعتقد 2006 او 2005 انا عارف برجعكو زبان اوي ولكن نفس النادي الاهلي ساعتها مغلوب 2-0 لغاية تديها 35 او 37 من الشوت التاني وكسبنا 3-2 بفضل تغييرات مانويل جوزيفي ذلك الوقت لو تتذكروا هذه المباراة ولعبنا وفي اتنين بس اللي وقفوا وراء النهاردة بيتسو موسماني عمل التغييرات دي بيتسو موسماني راح لهذا الشكل عشان يكسب هذه المباراة هو ده النادي الاهلي لعبنا بتلاتة مهاجمين النهاردة مروان وشريف وبواليا وآآآ وآآآ اسمه وعلي معلول من ناحية الشمال الأبر عالمي ومن ناحية اليمين حسين الشاحات بيجيب جون هو ده الكلام اللي كان بيحصل في آخر ربع ساعة وآخر تلت ساعة إزا يقدر أضغط على الفريق اللي قدامي عشان أكسب هذه المباراة فالحقيقة منتهى السعادة وفخورين جدا باللعبين دول وفخورين جدا بالجهاز الفني عندنا أخطاء طبعا عندنا أخطاء مليون في المية عندنا أخطاء وعندنا أجهاز فني في نفس الوقت بيساعد الفريق شفتوا حضراتكم كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عمل ايه عمل ايه وقف مع اللاعبين عندنا ثقة كبيرة فيكم من يومين مبارح أو أول مبارح وقف مع اللاعبين عندنا ثقة كبيرة فيكم تبتلعبوا باسم النادي الأهلي وراكوا 70-80 مليون أهلاوي كلهم مستنين منكوا الدوري الأفريقيا خلصت أفريقيا تحطت في الدولاب خلاص فكر في اللي بعده دهم ثقة كبيرة جدا خليتهم ينزلوا مغلوبين اتنين واحد لغاية الديقة 88 ولكن عندنا ثقة كبيرة جدا في مجموعة اللاعبين اللي موجودين قدروا يتجاوزوا الموقف الصعب اللي أنا حطيت نفسي فيك لاعب اللي أنا حطيت نفسي فيك لاعب دي الوقفة اللي وقفها كابتن محمود الخطيب مع اللاعبين خدوا بالحضراتكم تعبير الوجه الكلام اللي بيتقال ممكن أقول كلام كويس ولكن تعبير وشي بيوحيلك بأشياء أخرى هو ده كابتن محمود الخطيب بيعمله كيفية إدارة الفريق في مثل هذا الظرف الصعب أنا كسبان العشرة بطولة أفريقيا وبعد كده رايح لعب الانتاج الحربي أنا آسف رايح لعب البنك الأهلي أتعادل مع البنك الأهلي ودخل على مباراة الانتاج الحربي فإزاي أقدر أدير الموضوع وأنا قلت لحضراتكم أن زمان ما كناش بنشوف رئيس نادي الأهلي ولا نائب رئيس النادي الأهلي ينزله يقفهم مع اللاعبين لأن كان في جمهور وقف في ظهرنا دلوقتي الكابتن محمود بيقوم بهذا الدور بيقوم بهذا الدور بيقوم بدور الجمهور وبدور بدايما بيوعي اللاعبين وبيقول لهم وإحنا سمعنا خلال الأسبوع اللي فات بعد العشرة واحتفالات النادي الأهلي بالعشرة مع كهرباء ومع شريف ومع كابتن سامي أمصان ومع وليد سليمان ومع سعد سامير شفتوا اللاعبين بيقولوا إيه هذا هو الفارق ما بين النادي الأهلي وما بين أي حد تاني صدقوني فإحنا حنفضل ندعم وحنفضل نساند وحنفضل وقفين على الفريق النهاردة للستوديو التحليلي كابتن أيمد شوقي والنجوم الكبار اللي كانوا موجودين معك كلموا في النواحي الفنية آه عندنا بعض الأخطاء في النواحي الفنية من الناحية الدفاعية ولكن دي ليه لأنه عندنا جهاز فني حيقدر يعالج هذا الموضوع فالمسندة والدعم وعدم الالتفاف للكلام اللي بيقولوه بعض من لا يشجع ند الأهلي بيقولوه بيروحوا ليه على طول قال لي خسر حسين مش عارف إيه بواليا إيه إسلام إيه محمد إيه علي إيه لكن في النهاية حسين الشحات النهاردة أثبت للجميع إن حسين الشحات ركز جابجه بواليا عمله أوبر جاب جون جون المكسب ثلاث نقاط السنة اللي فاتت أعتقد أو من كام سنة كان فيه جيرالدو لو تفتكره مباراة سموحة في آخر ثانية جاب جون كسبنا الدوري كسبنا الدوري لو تفتكره أهو أشكرك أشكرك ده جون الشحات لو عندك جون جيرالدو تجيبهولنا فهو ده الكلام وهو ده اللي احنا المفروض نفكر فيه وهو ده الدعم هو ده المسندة ولكن دعم ومسندة ونقد بناء نقد بناء لللاعبين وهو ده دايما دور الجمهور خدوا بالحضراتكم دوركم دلوقتي يا جماعة خلي بالكو احنا محتاجين شوية تركيز أكتر محتاجين شوية كذا محتاجين كذا فلان عايز يعمل من الناحية دي يعني أنا النهاردة مثلا وانا هقول لحضراتكم تجربة بتحصل مع معظم اللاعبين لما بوتريكة لما بركات لما واق الجمعة يلاقي نفسه وحش لما ما كنت بلاقي نفسه وحش كنت بعمل ايه أنا مثلا عندي بعرف ارفع اوفر مثلا يعني فكنت اعمل ايه كرة تجيلي حطها خطوطين قدامي وارفع الاوفر وقف في مكاني ادافع كويس لان أنا النهاردة حسس ان هي مش ماشية معايا دي خبرة لاعبين لازم ده يحصل من لعبة الاهلي الخلال هذه الفترة فترة الضغط والارهاق الكبيرة دي خلال الفترة اللي احنا فيها دي لازم يحصل منهم كده علي معلول بيتمائز بالاوفرات اول ما تجيلي الكرة عملها خطوطين وارفع اوفر زي اللي اتعمل زي اللي اتطلب النهاردة واتعمل تحس ان الديليفري بيرفع الاوفر طالع بوالية حطها جود فحاجة جميلة جدا ان انا استفيد من القدرات اللي عندي واحس ان انا مش يومي النهاردة بتحصل ان انا مش يومي النهاردة ان انا مش شايف النهاردة بنقولها كده بلغة الكرة يعني ان انا مش شايف ان انا عندي مشكلة مش قادر بتاع ولكن انا عندي ميزة ان انا بارفع اه بعرف ارفع اوفرات ارفع اوفرات ارفع خمس ست سبع تمن عشر اوفرات هيجي منهم واحدة او اتنين وده اللي حصل خبرة علي معلول وزكاءه في الملعب ازاي ارفع اوفر رفع اوفر عالمي اوفر يا جماعة بلسم يتدرس اوفر دخل في قلوبنا كلنا انا بالنسبة لي اوفر طبعا ديانجي واللي بيعمله ديانجي وفي الديئة خمسة وتسعين وسبرينت من التمنتاشر للتمنتاشر ده يعني ديانجي ده حالة فريدة واحنا بنتكلم عنها دايما وبصوا حضراتكم ايه ده العالي معلول بص عالي عمل ايه خد خطوتين ووفر يدرس اوفر معلش انا عشان يعني الحاجات دي انا بحبها شوية الباكات يمين والشمال اوفر ده يدرس وبص بوليا استخدم امكانيات وبعدين بنيوا بينكم بقى افتكروا الجند اخر الموسم ان شاء الله عايز حضراتكم نبقى نفتكر الجند اخر الموسم ان شاء الله هاي الديانج علي معلول حاس ان هو النهاردة مش في يومه عمل ايه حط الكرة خطوتين ثلاثة قدام رفع اوفر عالمي عالمي اقل ما يقال عليه فالموسان ده والدعم واجبة خلال هدي الفترة دايما كده دايما احنا جمهور النادل القلي متعودين منه على كده ما نروحش بقى للكلام اللي بيتقال دايما او من بعد ما اللي يشجع النادي الاهلي في الامور الاخرى طيب عندي برضو موضوع تاني عايز اتكلم فيه مع حضراتكم اخطاء التحكيم النهاردة انا كسبت المباراة مظبوط كسبت تلاتة اتنين صح عنديش مشكلة ولكن حضراتك ادتني ركل الجزاء كابتن كابتن معروف النهاردة اداني ركل الجزاء صحيحة مية في المية ده كلام الكابتن ناصر عباس النهاردة طيب هتلينا جون جيرالدو هتلينا جون جيرالدو يلا اواري بس لحضراتكم قبل ما اتكلم عن التحكيم لانه موضوع مهم جدا افتكروا انا دايما بفكر حضراتكم واحنا مع بعض كده بنفكر بعض علشان نعرف ايه اللي بيحصل النادي الاهلي ده لعيبة النادي الاهلي دول بيفكروا ازاي وعايزين يعملوا ايه الجمهور النادي الاهلي بصوا جون جيرالدو ده كان في الدقيقة الاخيرة في الديقة 93 برضو 97 كمان وعلي معلول برضو وعلي معلول برضو رحت له جدها حطها تاني وهدف جاب لنا الدوري جاب لنا الدوري جاب لنا الدوري في الموسم ده هو ده الكلام بواليا نفس الكلام هت بقى بواليا بعد كده هت هدف بواليا عشان برضو نربط الاحداث ببعض ايه دي الكرة راحت لجيرالدو بس كده هو ده في الديقة 95 ولا 94 علي معلوله اوفر يدرس بواليا دماغه رائع جدا في الهدف رائع جدا في الديقة كان بقى 95 هو ده الكلام اللي احنا دايما بنتكلم به مع حضراتكم لكن خلينا انتقل للموضوع التحكيم كابتن معروف النهاردة وانا اتذكر في مباراة من حوالي مباراة ايه يا شباب اللي احنا مباراة المحلة الاهلي والمحل من شهرين مباراة الاهلي وغزل المحل كان مين الحكم اللي كان فيها ايوة زي ما حضراتكم بتقولوا كابتن معروف كابتن محمد معروف كابتن معروف في هذه المباراة الحكام على دماغنا واصدقائنا وصحابنا وكل حاجة ولكن كابتن معروف في هذه المباراة ارتكب تلت حاجات او تلت اخطاء تحكمية كارثية ادت لخسارة النادي الاهلي في هذه المباراة حصلت فكرين الماتش ده يا جماعة ولا مش فكرينه حضراتكم كجمهور النادي الاهلي فكرين الماتش ده ولا مش فكرينه بعدها وبناء على وانا الحابن الناس اللي اتفق في كلام اليوم السابع اليوم السابع نزلت وقالت ان النادي الاهلي قدم احتجاك في الكابتن معروف علشان مباراة الاهلي اتفرجوا على الحاجات دي لان هي دي الاخطاء اللي عملها كابتن معروف في هذه المباراة قدت لخسارة النادي الاهلي وبالتالي فقده لثلاثة نقاط كانت مهمة جدا وكانت حتحطه في جزء تاني اهو هي الحاجات كتيرة هي بالمناسبة هي ثلاث اربع اخطاء كان من الممكن جدا ان النادي الاهلي يكسب هذه المباراة اعتقد كان طرده وركل الجزاء وكذا حاجة في بعض نفس اللعبة بالزبط ادى فيها هنا انذار وهناك مداش اي حاجة وهناك كان الانذار التاني في المحل فجماعة احنا عندنا واحد وعشرين حاجة عندنا اهو والكرة لعبت وكملت وكل حاجة كمل كمل يا برجاوي كمل بقية الاخطاء فانا الحاجة باستغرب جدا اهو ركل الجزاء صحيحة مية في المية لم يتم احتسابها من اه اه النادي الاهلي للنادي اللي صالح النادي الاهلي اهو شفتوا رجله في رجله اهو ركل الجزاء صحيحة مش انا اللي قلت برضو يا جماعة بالمناسبة عشان برضو تبقوا حضراتكم عارفين مش انا اللي بقول ولكن كل خبراء التحكيم قالوا قالوا ان الكرة دي يجب ان يكون فيها انذار تاني وطرد المفروض دي برضو كرة كانت تتلعب لكن اتحسبت فاول وكان المفروض يبقى فيها طرد ما حصلش وبالتالي انا كابتن معروف واحد من الحكام الجيدين جدا وكل حاجة ولكن بيبقى يمكن مضغوط شوية في مباريات الاهلي او حاجة النهاردة برضو الكرة بتاعة مروان اللي بدماغه ما هي ممكن هي مش ممكن هي تسعين في المية ركل الجزاء تسعين في المية ركل الجزاء برضو او مية في المية بقى مش هقول تسعين في المية ركل الجزاء فالحقيقة مثل هذه الاخطاء في مثل هذا التوقيت هي امور صعبة جدا 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 وبالتالي انا عندي عشرين واحد وعشرين حكم دولي اقدر اختار منهم اي حد يلعب مباريات النادي الاهلي بالمناسبة انا مش عايز حاجة انا عايز تحقيق العدالة لكل الفرق تحقيق العدالة لكل الفرق مش عايز حاجة تانية زي اللي حيحصل الفترة اللي جاية وده موضوع غريب جدا بالنسبالي الحقيقة لانه وانا حتكلم فيه بالتوقيتات والنادي الاهلي حيلعب امتى خلال الفترة اللي جاية ورينا تفضلوا ده في مباراة اليوم السابق فيه جريدة اليوم السابع اتحاد الكرة يبعد الحكم محمد معروف عن مباريات الاهلي لنهاية الموسم بتاريخ سبع عام مايو واحد وعشرين فيه بعد مباراة الاهلي والمحل ابنان على شكوى قدمها النادي الاهلي فاحنا بنوري حضراتكو دايما علشان تبقوا بس حضراتكو عارفين ان هل هناك اتجاه هل هناك اتجاه لفريق معين ان هو انتو الاهلي خد افريقيا وخد كذا وخد كذا وخد كذا فانت عايز تسهل مهمة فرق اخرى علشان تاخد الدوري مثلا او تاخد الكاس يا جماعة النادي الاهلي لو لقدر الله حصل حاجة زي دي هتبقى عنده مشكلة كبيرة جدا ان احنا ما بنحبش نخسر انا كل اللي انا عايزه على فكرة ما عنديش مشكلة ان انا نخسر في الملعب يعني الملعب اعمل اللي انت عايزه فيش مشكلة خالص ولكن الحاجات اللي بتتعمل برا الملعب يجب ان يكون هناك دائما عدالة تحكمية مهمة جدا وتكافؤ فرص بالمناسبة يعني ايه تكافؤ فرص والله انا استغربت جدا لما جبت الجدول وعدت اتكلم فيه مع الشباب معنا الاهلي حيلعب يوم تسعة وعشرين سبعة مع اسوان في بيترو سبورت ويوم اتنين اغسطس مع وادي دجلة في استاد السلام وخمسة اغسطس خمسة تمانية مع سلاميكا كلوباترا على استاد السلام برضو وبعدين تسعة اغسطس في استاد اسكندريا مع الاسماعيلي في استاد اسكندريا وبعدين يوم اتناشر اغسطس مع امبي على استاد السلام اذا النادي الاهلي من يوم اتنين اغسطس ليوم اتناشر اغسطس سهيلعب اربع مباريات يوم اتنين ويوم خمسة ويوم تسعة ويوم اتناشر كلامي مزبوط فيش مشكلة مش هانا لقاية ده جدوى لاتحاد كرة القدم أو اللجنة التي تدوري تحت كرة القدم هي اللي حطت الجدول ده بهذا الشكل وبهذه الموعيد وبكل شيء طيب النادي الأهلي لما بيفكر مجلس إدارة النادي الأهلي لما بيفكر دائما بيفكر في مصلحة بلده أولا لأن في ناس برضه قاعدوا يتكلموا في هذه النقطة هو زي الأهلي يلعب وعنده ست لعبين موجودين في المنتخب الأولمبي كان رفض ان هم يروحوا للمنتخب الأولمبي مش النادي الأهلي اللي يعمل كده النادي الأهلي دائما وعلى فكرة من حقه أنه هو يعمل ولكن مش النادي الأهلي اللي يعمل كده النادي الأهلي دائما ما يعلي مصلحة الوطن في أي شيء آخر مصلحة بلده أنا رايح ألعب عندي مجموعة لعبين رايح يلعبوا باسم مصر لا يتفضلوا ويروحوا وأنا اللي أقدر أعمل لأن أنا عندي 30 لعيب يقدروا يلعبوا عندي اللي يلعب مكان طاهر وعندي اللي يلعب مكان صلاح وعندي للعب مكان اكرم وعندي وعندي وعندي. هذا هو الفارق ما بين النادي الاهلي او وطنية النادي الاهلي واي حد تاني. افتكروا الكلام اللي كان بيتقال. انا عمري ما بصدر مشاكل لابتحاد كرة القدم. عمري ما بصدر مشاكل لبلدي. انا كل اللي انا عايزه ان انا بقعلي مصلحة بلدي اولا في اي شيء. ده مجلس ادارة النادي الاهلي بالمناسبة دايما هو اللي بياخد القرارات دي. وعمرنا ما اعترضنا. اعترضنا في بعض الامور اللي بنحس ان احنا عندنا فيها لها حق. لكن دلوقتي سهل جدا قبل المباراة اللي هو ما جمعنا متمسك بلعبتي واللعبة دي هتبقى موجودة. ولكن مجلس ادارة النادي الاهلي وادارة الكرة وكابت الخطيب حطين اسم مصر اولا وقبل اي شيء. اسم مصر اولا وقبل اي شيء. لكن عشان كده انا بقول لحضراتكم ان اللي بيحصل ده بيوريني ان انا عندي واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. يقدروا يلعبوا الفترة اللي جاي ويبقوا متواجدين. هاني بالمناسبة رجع من فترة طويلة اصابة يا جماعة. خلي بال حضراتكم. الرجوع من الاصابة بيبقى بعد فترة طويلة بيبقى صعب جدا. فيجب ان يكون هناك مسندة وكل شيء خلال هذه الفترة مع هاني ومع غيره. فزي ما بيقول لحضراتكم دائما النادي الاهلي يعلي مصلحة بلده قبل اي شيء اخر عشان كده على رغم ان ده حقه ان هو يوافق على وجود اللاعبين في المنتخب الاوليمبي. واحنا ان شاء الله ان شاء الله اللي اربعة مبارات والا المباراتين اللي فضلين يلعبوه من غير اللاعبين اللي موجودين في المنتخب الاوليمبي عندناش اي مشكلة. هنكسب ان شاء الله لان معنا جمهور في ظهرنا دائما ما بيقف وراء اه النادي الاهلي في كل شيء. فارجع مرة تانية. فالنادي الاهلي بيلعب يوم اثنين اغسطس وخمسة اغسطس وتسعة واثناشر. نادي الزمالك وهو المنافس للنادي الاهلي. نادي الزمالك حيلعب يوم تلاتة اغسطس مع المحلة في اسكندرية. ده الكلام اللي سيد عبدالحبيز اتكلم فيه النهاردة. وده طبعا حصل امتى? بعد ما اتحاد كرة القدم وافقة على ان المبارات الغزل المحلة يتم نقلها الاسكندرية. هي مبارات الزمالك وبالتالي الزمالك قدم طلب والمحلة وافق واتحاد كرة القدم وافق. فتلعب وحتتلعب في اسكندرية يوم تلاتة اغسطس. ليه بقى? لان نادي الزمالك عنده مباراة يوم ستة بعدها بتلات ايام نادي الزمالك اللي اخر مباراة لعبها من اسبوعين تلاتة تقريبا حاجة كده يعني. من من فترة يعني. نادي الزمالك فأي اقول لك هنقعد في اسكندرية رايح العب المطشين يوم تلاتة ويوم ستة. العب في اسكندرية ما عنديش مشكلة. هو طبعا ما عنديش مشكلة بالعكس ده هو مبسوط. واتحاد كرة القدم وافق. حتى كابتنسي الدرب. كابتنسي عبدالحفيز درب مثل. وقالك طب هو لو الجونة اللي بيلعب في الجولة الاتنين وثلاثين حيلعب مع اسموحة في اسكندرية. بعدها بتلاتة يام لو طلب ان هو يلعب القليل في اسكندرية تقعد كرة القدم حيوافق. مية في المية حيوافق. ان هو نفس الكيس. نفس القضية. او نفس الموضوع. نفس الحالة يعني. فا. وفي نفس الوقت. انا كنادي بقوا نافس على الدوري. وان شاء الله حاخد الدوري. ان شاء الله حاخد الدوري. بقوا نافس على الدوري. وعايز اكسب كل مبارياتي. حضراتك بتلعبني اربع مباريات. من يوم اتنين اغسطس. ليوم اتنشر اغسطس فعشر ايام. بلعب اربع مباريات. والنادي اللي بينافسني بيلعب ثلاث مباريات. وعايز تأجلوا واحدة منها كمان. ودلوقتي نادي الزمالك اعترض رسميا دحقه. هو حر. انا باتكلمش على نادي الزمالك على فكرة. لكن انا باتكلم على اتحاد كرة القدم. واللي يعمله الفترة اللي جاي. نادي الزمالك شايف ان من وجه اتنظره ان هو مايلعبش مباراة اسوان اللي في الكاس. يعني معنى كده ان النادي الزمالك يلعب يوم ثلاثة ويوم ستة في اسكندرية ضد المحلة وضد الاتحاد. وبعد كده من بعد يوم ستة اول مباراة ليه بعد يوم ستة يلعبها يوم اتناشر يوم اتناشر مع الاسماعيلي في اسماعيلية. طيب بالمناسبة الاسماعيلي حيكون بيلعب النادي الاهلي يوم تسعة اتناشر في اسكندرية. الاسماعيلي حيلاعب النادي الاهلي يوم تسعة اتناشر في اسكندرية. طيب افرد النادي الاسماعيلي قالك انا حلعب المطش بتاع الزمالك في اسكندرية. يبقى لازم توافق له بقى يبقى النادي الزمالك يقعد وهو المنافس الاول للنادي الاهلي في الدورة اللي احنا شغالين فيه. يبقى نادي الزمالك يقعد في اسكندرية ولا يسافر ولا حاجة والنادي الاهلي بقى اللي يسافر من هنا ويروح هنا ويعمل هنا ويروح اين تكافؤ الفرص في هذه المرحلة في هذه المرحلة الحساسة والصعبة حضرك قلتين يلعب كل ثلاثة يام تحت امرك يا فندم انا النادي الاهلي دائما ما اعلي مصلحة بلدي ولكن اين تكافؤ الفرص يعني حضرتك تخيل يا مؤمن ان هو في اتحاد كرة القدم لعب يوم ثلاثة الزمالك هيلعب يوم ثلاثة مع المحلة في اسكندرية وبيحاول او نادي الزمالك تطلع بيان رسمي قال ان هو مش هيلعب ماتش اسواء فمش عايز يرجع القاهرة يوم تسعة يبقى ممكن يكون في هناك تخطيط ان الزمالك يقعد في اسكندرية تلاتة وستة وتسعة يقعد في اسكندرية بقى من يوم تلاتة اليوم اه اليوم اتناشر اللي هو مباراة الاسماعيلي ممكن الاسماعيلي يفكر ان هو يغيرها الاسكندرية وحقه ليه لا الناس كلها بتغير على حسب المذاك ولكن اين تكافؤ الفرص في مثل هذه الامور وفي مثل هذه الاحوال انا باتكلم على انه يجب ان يكون هناك تكافؤ للفرص ما ينفعش كده يا جماعة من فضل حضراتكم ما ينفع انتو ناس محترمة وكلكوا افاضل وكلكوا اصدقائنا لكن ما ينفعش ان يكون هذا المنظر تحس ان فيه فيلم مترتب او هناك تسهيل لامور بعينها لفريق علشان ياخد يعني يبعد النادي الاهلي مليش دعوة بيه لكن يبعد النادي الاهلي ولكن لعبت النادي الاهلي وجمهوره واعلامه سيقف دائما ضد كل هذه الامور وحنتكلم عنها بملء فمنا حنتكلم عنها لانها حاجات واضحة وصريحة وبتتكلم فيها ده جدول مش انا اللي بقول النادي الزمالك طلع بقى من حق ان هو دي اعضاء مجلس ادارته هم حرين يطلعوا مجلس يطلعوا بيانهم حرين ولكن انا بتكلم هنا اين تكافؤ الفرص اللي حضرتك دايما بتتكلم عنه كالتحاد كورة فرق بتنافس يجب ان تكون المباراة تقريبا زي بعض قبلها هيكون النادي الاهلي خلص مؤجلاته ولكن حضرتك بتقول انه نلعب اربع مطشاط من يوم اتنين ليوم اتناشر ونادي الزمالك النادي المنافس يلعب تلاتة عشان ايه تلاتة او عايز تأجله واحدة كمان او هو مش عايز يلعب واحدة نادي الزمالك وتوافق على كده ليه ان شاء الله عشان ايه هل لان النادي الاهلي بيحترم كلمته وبيحترم بلده وبيحترم كل شيء اتحاد كرة القدم بالمناسبة برضو عشان اقول دلوقتي انه هو قال انه هو مش هيوافق على ان الزمالك مايلعبش يوم تسعة اوكي اتمنى ان الابتحاد كرة يلتزم بهذا الامر وتكون هناك فرصة لتكافؤ الفرص متواجدة مع الجميع لكل الفرق اللي يكسب يكسب بالمناسبة اللي عايز يكسب يكسب ما عنديش مشكلة ولكن اكسبني في الملعب في الملعب بس حضرتك مش برا الملعب ومش حدش هيقدر يكسب انه الاهلي برا ملعبه لان عنده جمهوره ومجلس ادارته ولعبيه وجهازه الفني واعلامه هيقفوا زي ما قلت لحضراتكم يردوا على كل كلمة وحنقف دايما نتكلم في كل هذه الامور وبالتالي من فضل حضراتكم الكل كل فرق الدوري ولكن انا هتكلم باسم النادي الاهلي كل النادي الاهلي يحتاج للعدالة في كل شيء لا يحتاج لشيء اخر يحتاج للعدالة في كل شيء هو ده اللي انا ارجوه انه يحصل خلال الفترة القادمة واتمنى انه هو يتم تحقيقه وتبقى الفرق كلها بتلعب بعدالة لكن الملعب اللي عايز يكسب يكسب ما فيش مشكلة ما فيش مشكلة خالص ما نشوف ماتش اسوان ده هيتأجل مش هيتأجل انا مش عارف الحقيقة ولكن هو نادي الزمالج طلع البيان ودينا مستنيين نشوف رأي اتحاد كرة القدم او اللجنة التي تدير اتحاد كرة القدم في هذا الامر ايه بالحقيقة برضو النهاردة خلينا ناخد جزء بس قبل ما استقبل ديوف الكبار اللي حيكونوا موجودين معايا في الجزء الثاني من هذه الحلقة برضو هتكلم معاهم في كل هذه القضايا اللي انا بتكلم فيها مع حضراتكم عندي النهاردة اربعة من النجوم الكبار في عالم الصحافة الرياضية اسادزة كبار جدا جدا نتكلم معاهم هو ازاي الامور ماشية بهذا الشكل هو ازاي نادي الاهل يسافر جنوب افريقيا ويسافر قطر ويسافر تونس ويسافر المغرب وهو بالمناسبة بيمثل مصر او كان ممثل مصر الوحيد في البطولات الافريقية ما كانش راح يلعب في اي حتة تانية يعني او باسم اي بلد تاني فتأجلتنه المطشاط فجاي قالوا له هتلعب كل ثلاث يام قال لهم حاضر فيش مشكلة حنوقع لي مصلحة البلد قالوا له هتلعب من غير ستة لعبين حيروحوا منتخب اولمبي قال لهم حاضر انا معنديش مشكلة اهم حاجة عندي هي مصلحة بلدي فلكن حضرتك اديني عدالة بقى اديني عدالة تحكمية جوه الملعب وعدالة خارج الملعب في التوزيع المباريات ما توافقش على التأجيل بالمزاج وهو ده اللي احنا بنطلبه فانا حسأل اساد زيتنا الكبار اللي حيكونوا موجودين معنا النهاردة اساد زكبار اللي هي اساد جمال الزهيري الاساد محمود صبري الاساد عصام شلتوت الاساد ساميع الفتاح هنتكلم معاهم في كل ما يخص هذه الامور وهنفتح كل الاضايا الخاصة بكل هذه الامور اخر حاجة عايز اتكلم فيها مع حضرتكم هو منتخبنا الولمبي منتخبنا الولمبي ايضا ولان جمهور النادي الاهلي يمثل الاكثرية داخل مصر وخارجها فاحنا عايزين نساند منتخبنا الولمبي خلال الفترة القادمة منتخب الولمبي يحتاج الى طبعا اتغلبه النهاردة فيه منتخبنا النهاردة اتغلب فيه مباراته امام الارجنتين على رغم انه هو كان افضل بكتير من مبارات اسبانيا ولكن في النهاية هي هزيمة احضر فيها فرص كتير جدا في التأهل كان ممكن جدا لنادي الاهلي او ناسف منتخبنا الوطني الولمبي النهاردة يكسب هذه المباراة ولكن انتهت المباراة بالهزيمة 1 صفر وبالتالي منتخبنا الولمبي يجب ان يهزم استراليا في المباراة القادمة حضراتكم او حقول لحضراتكم قواعد التأهل في اولمبياد توكيو كالقاتي اتأهل عن كل مجموعة في الانبادة توكيو المنتخبان صاحبها المركز الاول والتاني طبعا زي ما حضراتكم عارفين وفقا للمعايير التالية هنا هنا لازم اقول لكم ايه اللوايح اللي بتقول مش قبل انتهاء الدوري بعشر تيام اقول لكم لكن بعشر مباراة زي ما كان البعض يواخدنا في هذا الاتجاه وفقا للمعايير الاتية اولا النقاط ثانيا فارق الاهداف وعدد الاهداف اللي سجلها كل فريق النقاط التي حقاها كل فريق في مواجهة المتساوي معه في النقاط وفارق الاهداف في مباراة المنتخبات المتساوية في النقاط وعدد الاهداف اللي سجلها كل منتخب في مباراة المتساوي البطاقة الصفراء بيخصم نقطة البطاقة الحمراء غير المباشرة بيخصم ثلاث نقاط البطاقة الحمراء المباشرة بيخصم اربع نقاط الحصول على بطاقة صفراء ثم حمراء مباشرة لنفس اللاعب بيخصم خمس نقاط دي القاعدة اللي هتمشي على منتخبنا وطبعا منتخبنا يا رب يكسب ان شاء الله استراليا ان شاء الله بنسبة كبيرة جدا هيكون نسبة تأهله 90-95% للدور التالي وتبقى حاجة جميلة جدا لان احنا الحقيقة اول مباراة كانت دفاعية اوي تاني مباراة عملنا مباراة جيدة ولكن اتهزمنا فنتمنى ده جدول ترتيب مجموعة مصر في اولمبياد توكيو اسبانيا في المركز الاول اربع نقاط استراليا في المركز التاني تلت نقاط اربع 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 ا نتمنى يا رب كل التوفيق لللاعبين إن شاء الله اللي بيحملوا اسم مصر في دورة الألعاب الأولمبية في توكيو بالمناسبة نتمنى لكل البعثة الرياضية الموجودة في توكيو اللي هو ربنا يوفقهم ويرجعوننا على الأقل ب3-4 ميديليات زي برئان على التصريحات الصادرة من اللجنة الأولمبية طيب دي كانت أخبارنا النهاردة وكلامنا النهاردة عن كل ما حدث خلال الأيام السابقة خلونا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل زي ما قلت لحضراتكم أربعة من النجوم الكبار ومن العيار الثقيل الأستاذ جمال الزهيري الأستاذ محمود صبري الأستاذ عصام شلتوت الأستاذ سامي عبد الفتاح هيكونوا معنا في لقاء بعد قليل على الهواء مباشرة هنتكلم في كل القضايا خاصة بتاعت كرة القدم وبالنادي الأهلي وبكل الأندية وبدون أي كسوف في الكلام هنتكلم وحنتكلم براحتنا لأن خلال هذه الفترة يجب أن يكون هناك دائما دعم معنوي ومساندة كبيرة جدا لكل الأندية للأهلي إن هذه هي الفترة المناسبة لمثل هذه الأمور هنتلع فاصل وبعد الفاصل أربعة من المقادر يريني الكبار اللي حيكونوا متوجدين معنا إن شاء الله وحضراتكم بعتولنا كل الأسئلة اللي حضراتكم عايزين تسألوها نسأل فيها الأستاذ جمال والأستاذ جمال الزهيري والأستاذ محمود صبري الأستاذ عصام شالتوت والأستاذ سامي عبد الفتاح بعد عبد الفاصل أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين بالمناسبة النجمة العشرة تحطت يعني إحنا دايما على طول مع حضراتكم النجمة العشرة تحطت على التنفيذ عدوا كده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تبانية تسعة عشر عشر نجمات نادي الأهلي عشر مرات فوز بالبطولة الأفريقية وبالتالي لازم نحط النجمة العشرة زي ما أسات زيتنا المرة اللي فاتت وإحنا بنتكلم قالونا كابتن إسلام لو ربنا كرمنا حتحط العشرة حطينا العشرة دائما بنكون معاكم في كل شيء خليني أرحب بضيوفنا الكبار اللي متوجدين معنا ودايما بينورونا رحية وزي ما قلت لحضراتكم وابل كده نحنا بنتكلم دائما علشان نوصل للحلول مش بنتكلم علشان نتخانق أو علشان نقول لا احنا بنتكلم دائما علشان نوصل للحلول خليني أرحب بأستاذنا وضيفي في هذه الفقرة أستاذ جمال الزهير ازاك أستاذ أهلا بك يخطر أهلا بك أولا وكل سنة هم طيبين مبروك طبعا على العشرة زي ما وعدنا كلنا وعدنا الناس بكده ومبروك كمان على الفوز النهاردة فوز صعب لكن مهم جدا وفي توقيت مهم أولا أستاذ محمود صبري طبعا أستاذنا ونقضنا رياضي الكبير زي حضرتك أفن كل سنة طيب كله تمام الحمد لله أيضا نقضنا رياضي الكبير أستاذ سامي عبدالفتاح زكى أستاذنا أهلا كابتن والله الحمد لله وأنا سعيد وجودي مع النخبة الجميلة دي ومع النجمة العشرة في نفس مبروك على النجمة العشرة وتفوز المهم جدا 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 لكل الليلاتي أيضا معانا نقضنا رياضي وأستاذنا الحقيقة أستاذ عصام شلتوت زكى أستاذنا زكى كابتن كل سنة وحضراك طيب والنجمة العشرة بخير وتبقى 11 وزي ما أستاذ سامي قال الكوكبة الجميلة دي والحقيقة مفيش كلام يتضاف عن كده مش عارف ليه دايما اللي بيخرج لكلام عن المنافسة بيبقى بيحاول يقول إن الأهلي مش موجود بينما لا تحدث يعني يشغل نفسه بالنادي الأهلي ما ده تبادل إنت يا سؤال صعب لا والله سؤال صعب سؤال صعب أيوة لكن خليني أبقى مع حضرتك يا أستاذ جمال لأنه فعلا موضوع مهم جدا وحاجة غريبة جدا إحنا تكلمنا في المرة اللي فاتت ولكن خلالها لازل أسبوع أنا فجأت قالك طلع اللايحة اللي بتقول في حالة تعادل الفرق في في المركز الأول ولسه عشر مباريات هو ليه حضرتك عايز توجه الناس إن في تعادل في النقاط طواق على فكرة لسه هو لسه بدري ولسه بدري طبعا ليه دايما طبعا جزء معروف من الإعلام هو اللي بيوجه أو بيحاول إن هو يوجه جمهور النادي الأهلي لهذا الاتجاه ولكن الحقيقة عندنا جمهور واعي جدا وعارف ولكن لما نسمع رأي حضراتكم في هذا الأمر أعتقد الأمر ده أصبح قديم قوي عايزين نغيره هو القصة كلها ليه التركيز على المتشاط بتاع النادي الأهلي هو زي ما قلنا واتفقنا قبل كده إن هي دائما بتكون محاولات لهذا الثقة وكأن الدوري ما فيوش غل النادي الأهلي أيه؟ يعني كل التركيز الأهلي هيعمل إيه؟ الأهلي هيخسر الأهلي هيتعادل الأهلي هيفقد نقاط طب ما كل ممكن يفقد لسه الدوري شغال وبالتالي ما فيش قصة إنه الدوري تحسم لأ لسه يعني مثلا أنا أفترض هل المنافس ضمن الفوز بمبارياته كلها؟ لا ما فيش حد بيضمن ما حدش بيضمن لأن إنت لغاية آخر لحظة طالما الكرة في الملعب يبقى إنت بتلعب وأنت مركز في ماتشاطك وعلى فكرة هو ده برضو يعني أنا بقول طبعا الفوز النهاردة كان صعب جدا بس ده بيرد على حاجات كتيرة برضو تقالت إن الكابتن أحمد كشري وابن النادي الأهلي حضرتكو حسابة في الموضوع ده في الموضوع التفويت والكلام ده لا يعني حتى سيناريو المباراة النهاردة لا يمكن بأي حال من الأحوال يبقى فيه زر تشك لأن مش هتبقى إنت ضامن لغاية آخر لحظة إن إنت تعمل مسرحية أو تمثيلية ده إنت لو كاتب سيناريو مش ظهر طالع الماتش بالطريقة دي النهاردة اللي عايز أقوله إن الموضوع في الملعب طالما فيه لسه المباراة شغالة يبقى لسه فيه أمل وإمتاز لعيبة الأهلي النهاردة إن هم لغاية آخر ثانية كالعادة يعني تحقيق التعادل جيه في وقت متأخر جدا في ديئة 85 ثم هدف الفوز ده دليل على إيه؟ على إنه فيه استمرارية للمنافسة مظبوط وده مش عيب مش الناس كان بتقول الدوري والتنافس مش موجود طب التنافس موجودة هو ومن يضحك أخيرا يضحك كثيرا السيد محمود الفيلم والتمثيلية مش اللي بيعملها المدربين واللعابين في النادي الأهلي أو يعني اللي بيتقال عليهم إن هم بيعملوا كذا ولكن الفيلم والتمثيلية ما عرفش أنا بسميها فيلم أو تمثيلية وأنا حقدك لنقطة أخرى اللي هي اللي بيحصل في موضوع المؤجلات وإن أنا عايز أجل المتشاط معينة يعني أنا مثلا النادي الأهلي من يوم اثنين أنا لسه قيل في الموضوع ده من يوم اثنين ليوم اثناشر في عشر تيام حيلعب أربع مباريات ما عنديش مشكلة بلدي عايزة اللاعبين ياخدوا اللاعبين المتخبين الأولمبي يسافروا من عندي ما عنديش مشكلة أو حلعب بما إن ده مصلحة عليا تمام ولكن في نفس الوقت أنا كل اللي محتاجه إيه العدالة العدالة داخل الملعب وخارج الملعب أنا هلعب من يوم اثنين ليوم عشرة ليوم اثناشر أربع مباريات والمنافس هيلعب نادي الزمالك هيلعب تلات مباريات وبيحاول يأجل المباراة اللي في النص اللي هي يوم تسع وبرمز اتأجلت المباراة في الكاس نظراً لوجود اثنين لعيبة على ما اعتقد في المنتخب اللهم بفتقل خليني أنا اتكلم عن يعني ده برضو حاجة غريبة برضو يعني الأهلي حتى لما خد قرار قال يا جماعة أنا مستعد إن أنا ألعب المباراتين في الدوري لها كانت على ما اعتقد السراميكا والبنك الأهلي مشارف بدون اللاعبت المنتخب مزبوط ماشي اعلاء للمصلحة الأولية هو ده من وجود نظري قدر البطل البطل قوله عمره بتاريخه لما نرجع ما بيقفش على لعيب ده بيقفش على فريق كامل ده ستاشر لعيب وجابنا شئين عمل قصة للدنيا وعمل مفاجأة محش اللي عادي في المرة مش بسديني يعني ده مين يبالعب ده يعني عاوز أقول لك ايه الناس اللي مش حافظة التاريخ الأهلي كبطل بيستمد قوته من تاريخه مزبوط مالوش تاريخ مالوش حاضر ولا مستقبل فاللي انا عايز اقول لك انه لازم يتعمل عليك نوع من الضغط ومحاولات التشكيل بدليل انه بدأ يشكك في كل المدربين وده احنا اتناولناه برسالة قطعة وكنت اتمنى يكون في استجابة مجاهد للدفاع عن بطولته وعن صمعة البطولات في مصر انه ما يصحش الكلام اللي بيتادى لانه في موقف ويحاسب كل من يحاول التجريحة والتقليل او الاساء لمسابقة الدوري او حتى بطولة التشكيل حضرتكو حطيتو الحلول كمان قلنا ودراحنا وكلام ده ونتمنى يكون الكلام ده حاضر لكن انا شايف النهاردة في رؤية النهاردة كابل اسلام ماتش النهاردة درس مهم جدا للعبت الايلي والجهاز الفني والفريق مية في المية اولا اكتساب خبرات مهم جدا لانه الفريق متعرضش الموقف زي كده على مدار المسيح الانك انت يعني متقدم ثم تتعادل ثم يصمر مكبه هدف ثم تعود رغم الضغوط اللي عليك يعني ايه انت برضو الجديد عليك انك اتخذت بطولة الفريقية اول مرة تحصل كان بتاخدها دايما في نهاية موسم او بداية موسم لسه جديد في شهر 11 كان لسه موسم جديد شغال لكن انت خده في قلب الموسم فعاوزة قدرات ذهنية ونفسية انك انت تحافظ على ان اللعيبة يفرحوا وميخرجوش برا الاطار ويعودوا مرة تانية البتاع ده النهاردة درس ليهم واعتقد مهم جدا انه يا جماعة لا المسألة خرصوا بالافراح والاحتفالات خرصوا وقفت بسطوب انت عندك مساهم مفيش لا هوادة يوم خميس عندك ماتش يوم نحد عندك ماتش ما تشطك تشغلت يا سيد محمود في النقطة دي تحديدا ولو حضراتك برضو تشاركونا في هذا الامر لانه انا الحقيقة وحضراتك كنت دايما موجود معانا وحضراتك كلك كنت موجودين دايما معانا الناحية النفسية هنا بتؤثر وبشكل كبير جدا انا جبت الدكتور هاشم بحياري معايا من شوية في المقدمة ليه؟ لانه مهم جدا جمهور الاهل يعرف ان انا كلاعيب لما اطلع انا كسبان التاسعة والعشرة في اقل من سبع تمن شهور فستهم بلعب مباريات محلية كاس ودوري وكل شيء ولكن في نفس الوقت انا عندي مباريات دوري فالنقلة دي يعني الدكتور هاشم قال ان هي صعبة جدا في ظل الضغط الكبير من المباريات طلعنا برا الاحتفالات وطلعنا برا كل حاجة والكابتن نزل ووقف مع اللاعبين بنفسه ولكن في النهاية في امور بتحطك في الموقف ده فكلام مش مختلف معاك بس انا بقولك ايه انه ده درس مهم الضغط النهاردة اعتقد يفكرك زي ما انت قولت في الانترو يفكرك بماتش اه سموح ده اللي رجلك الدور انت خلاص انت فقدت الصورة خلاص والماتش خلاص انت يتعادل والدنيا يعني رايحة بسكة فيرجع الماتش فاللي انا اعز اقولك ايه انه المسلماني اكيد النهاردة بدأ زي ما احنا قلنا في الفترة فاته افريقيا وضع مختلف الدوري المحل المنافسة فيه اللي معاه بيقولوله خلي بالك من الوضع عامل والظروف ايه المنافسة المحلية ما فيها حدة واسرار واما اشي لكن ده هل ده انه الدوري اللي البعض حاول يصدر لنا انه الدوري افضل من بطولة افريقيا لا مش خلي بالك الكلام ده ده كلام ايه؟ زي ما حالك بتقول كده ده كلام مش منطقي فما يفعش ازي ما اتكلم ورود عليه خلي بالك لو رح الافريقيا هتبقى هي اهم بالدورة اه طب ما هي قالت يعني لا ده لو لعبنا دورة رمضانية مع بعض في الا هيقولك دي دورة اهم فانا الكلام ده الحقيقة انا بتجاوزه ليه؟ لانه في النهاية كلام لا ياجب ان احنا نقف عنه احنا بنشوفه ويعني بنتحك لانه مش من الم النهاردة حصل رد يا كابتن اسلام على الكلام ورد على ايه؟ انه ابناء الاهل وابناء مش عارفين من الكلام ده ايه تشوف تصريحات كابتن احمد كوشرة بعض الماتش؟ مم تصريحات اه يعني جريئة جدا قوية جدا اه اول مرة يعني انا يعني امانة شديدة لا فيها نوع من الانفعال ربما يحاوبه لكن هو الراجل عمل ماتش عمل ماتش عمل ماتش قوز جدا مدرب على فكرة مدرب ليه مستقبل كبير وعنده فكرة وعنده رؤية ومن الناس المكتهدين جدا مصبوك ده يصبح له مش لكن عاوز اقولك ايه؟ ده بيرد على انه ايه؟ يا جماعة انا بدافع عن نفسي ده كلام اللي حضراتكو قلتوه من اسبوعين او من عشرة ايام في المرة اللي فاتت اتكلمتو بهذا المنطق بالزبط ان انا كواحد عايز اكسب مش عايز حاجة انا بحب النادي الاهلي وبعشاء النادي الاهلي ولكن انا عايز اكسب النادي الاهلي في نفسك انا كمدرب طبعا مما انا شك فيه انه دي بتيت ديول وعند النادي الاهلي وعنده جمهوري الاهلي حسابات مختلفة وكمان بتقدي انا كنت مدرب فاهم واعي يا جماعة مفيش حاجة فيش من قدم عائل مهما ياكم وصلت درجة حبه لنا دي اللي هو نشأ فيه وتربى فيه ولعب له انه ده ما ديجي فرصة انه هو يقول له تفضل تعالى كسابني لا حاجة غريبة جامعة محدش يديم عنده ثقة لا الوضع مختلف من النهاردة اعتقد مسابقة الدوري بدأت رسميا يعني بدأت رسميا فيه مباريات صعبة مش هتنتهي الاهلي عنده بقيله تسع مبارات على المعتقد عشرة 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 مبارات وآآ نادي الزمانك عنده سبع مبارات تمانية تمانية مبارات يعني فيه فائل مباراتين انت مطالب بالفوز بعشر مبارات تحسب المصابقة بفائل الستين قامة زبط كده يعني ما زالت الامور في مشكلة في دي بطولة في حد ذاتها الاهلي النهاردة خارج من بطولة افريقيا بلقب وقيمة كبيرة جدا ودي دخل فجأة في بطولة جديدة يعني صحيح بطولة بقالها سبع تامن شهور شغالة لكن انا اللي شايفوا الوقت ان الاهلي بيلعب بطولة منفصلة تماما لها نفس المسمى ونفس المنافسين ولكن الضغط الشديد الكبير الموجود على الفرقة وعلى اللاعبين مش هنقول بقى فيه اربعة من نجوم مع المنتخب العلمي ده واجب وطني ما نتكلمش فيه كتير لكن طبعا انا الحجم الضغوط الموجود على الفرقة استثنائي يعني مفيش فرقة تلعب مبارات فاصلة يعني النهاردة معظم الفرقة اللي بيلعب على الاهلي في المبارات المؤجلة من الفرقة اللي هي مهددة بالهبوط بتقاتل على النقطة يعني اللي فاتها كله بتدور عليه الوقت ده يعني عشان كده احنا زي ما قال السود محمود يعني منحي فرقة الانتاج الحربي على ادائها وكابت الكشري لانه كانوا مخلصين جدا في الملعب وفوز الاهلي مجاش يعني بمجاملة من حد جيب تعب وجهد كبير عالي وحرق عصاب صحيح صحيح يعني مش سهل خالص وطبعا ده بيخلينا انا بقول ان كل اللي جاي بالشكل ده طبعا انا متوقع يعني انا متوقع ان كل اللي جاي عشان عشان كده بقول ان دي بطولة خاصة للاهلي اللازم يعبر فيها عن ان هو حامل لقب بطل الدولي لخمس مواسم وست زوانات الماضية وبطل افريقيا وصوبر فيعني هذا الجيل من اللعبين مطالب ان يكون يعني مش بس مسلمانية اللعبين عليهم مسئولية كبيرة جدا 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 ان هم يعني استشعروا الحالة اللي هم فيها وكابت الخطيب يعني ان هو يلتقي بيهم مرتين جاي معهم كان في المغرب وجاي اول ما يعني وصلوا القاهرة بيتكلم معهم تاني مستشعر هذه الحالة فطبعا لازم يكون فيه يعني عطاء اكبر من كده وتركيز يعني اعلى لان يعني بطولة الدولي دي بتمثل لجمايير الاهلي برضو كيمة كبيرة جدا وحاجة طبعا وستظل كذلك الحقيقة يعني مفاش كلامي يعني لكن انا الحقيقة دايما ببين ناحية اللعبين شوية استيسابين ان هم تقبوا تقبوا جدا الفترة اللي فترة هو عليهم لود كتير عليهم لود في كل حاجة طبعا وده قدرهم عشان كده انا بقول دي بطولة خاصة بطولة خاصة لها ظروفها الخاصة ان انا بلعب تحت الضغط في اذا هنرجع للكلمة في وقت داية جدا احنا بنبدأ الدولي بنبدأ الدولي فعلا اه الاهلي بيبدأ الدولي الوقتي اي ده حقيقي ازا ما قاله استاذ محمود فيعني الكفاح والتعب هيكون في الفترة الجاية اكتر من اللي فات اكتر من بطولة افريكا اكتر من السوبر لان طبعا دي ده يعني فرحة وحلم مختلفين عن بطولة الدوري اللي فيها ان هواجه تحديات صعبة جدا 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 يعني النهاردة اسوان جاي لي وصرامين جاي لي فطبعا بالتالي عايزيني كسابه عايزيني كسابه عايزيني حسيني مواقع محقوم طبعا ولازم وده شرف كرة القدم ومتعتها ومتعتها بس طبعا يعني مزاوى قال له السيد محمود ده درس برضو للعبت الاهلي انهم ما اخروش نفسيهم بالشكل ده لان طبعا السباك على نقطة اصبح يعني مثير جدا ويعني قاتل السيد اصام العدالة داخل الملعب وخارج الملعب كيف يمكن ان يتم تحقيق العدالة في ظل ان انا كلجنة جديد الاتحاد عملت للنادي الاهلي مبارياته من يوم اتنين ليوم اتناشر اربع مباريات ولنادي الزمالك النادي المنافس للنادي الاهلي حتى هذه اللحظة ثلاث مباريات ونادي الزمالك في بيان رسمي وهو من حق اعضاء مجلس ادارته طبعا هم شايفين مصلحتهم في كده فمن حقهم ان هم يعملوا كده ولكن نادي الزمالك عمل بيان وقال ان هو مش هيلعب مبارات اسوان قبل ما الاهل يلعب بقيت مباراته في الكاس وبالتالي من الممكن جدا ان نادي الزمالك يلعب مباراة او مباراتين فقط في خلال هذا العشر تيام هل ده اسم متكافئ فرص؟ كابتن الخطورة كلها ان هناك شحن من نوع خاص زي ما قلتلك يعني الغنوة العظيمة بتاع الناجح يرفع ايده دي تظل علامة اجيئة يعني وبالتالي على العكس تماما التاني لازم يطلع يقول لا اذا اصلبوه بيشتهل في التربية والتعليم اصل حد اداله الامتحان اصل فاصل الاخطر من كل ده يا ريتا يا ريسيتا عام جمال على انك انت بتتكلم في سكة انه هناك مساندات مساعدات انت بتشحن اللي قدامك ما بين نجوم كبار محترمين هم ضراء فنيين وما بين لعبين بيتهموا وبالتالي زاد حجم العنف غير المشروع تمام على اللاعبين عمل لهم نوع من الخشية وان كان طبعا انا معاكو عشان ما نحن نعيدش الكلام تاني اللاعبه محتاجة فعلا تضبط اداءها اكتر تعرف انه التركيز اسلام اهل حاجة مهمة جدا كنت اقف عشان اعمل الاوفر ومش لازم اروح مع الكورة اه دكتور تاسمعين وهو يشرح قال وانا كاسبان جون لا معادش زي الاول لازم اقفل المساحاتي اجزاء فنية الاهلي ومدير الفني جدير بيها الاهم من الكابتة حمود الخطيب لابد من سؤال مهم ليست عادة رؤساء النادي الاهلي الذهاب كثيرا للفريق لكن هو يذهب ومعه توكيل الجمهور اللي كان بيكون موجود في نفس المدرجات ينقل لهم وعندنا جزء من المحادسة جمهوركم استنيكوا ولا تدخل في الامور الفامنية طبعا ولكن ما بينقل الحس طبعا طبعا ايه دا اه دا الف بقى هو كل الحكاية هو كلمتين جمهوركم استنيكوا جمهوركم اللي عملنا وعملكوا هيعمل الاجياء القادمة الخطورة هنا في العدالة ان العدالة يصعب تحقيقها مع ناس احنا مش عارفينهم حكام يتم تعينا في منتصف الليل زي افلام فريد شوق زمان الحقيقة يعني لا ادري على اي مقياس ولا على اي رختر في الدنيا والاخطر من كده لا توجد لجان بالمعنى المفهوم وانا اتصور ان النادي الاهل يرصد لكن هذا ليس وقت يعني القاء كلمة ادارية لكن وقت استمرار المنافسة واستمرار دعم الفريق لكن كل ده لابد ان يرصد لا يوجد اتحاد في العالم مغلق على مدار الساعة تعرف بعض الاشياء احيانا لما تجيلك يعني زمان مسج او جروب او حاجة لا نعرف من هم اللجنة التي تعين الحكام اللهم ايلا اعتقد الكابتن وجيه لو لسه موجود ام معرفش في مين الموسبات لانا كابتن وجيه هو هو هوم عيش اه موجود. ماانا معرفش الحقيقة الدانية أعتمة هناك. المكان يصعب تفسيره يا كابتن اسلام وانا بقول اللي الكلام بجد مش هزله ومحدش يزعل مني يعني ولا تدري على اي مقاييس ان تقموا برهايات مثلا فيعتي حكم من 20-16 إلى حكمjiلا الاهلے والا ما علينا من مشاكل فوارد انه حكم يسقط فنيا يوم او يكون في قمة مستوى لكن على اي اساس فتعرف ان الحكام في الساحل بيعيده لا المسابقة دي مسابقة كبيرة الدوري المصري ده براند كبير اوي الرياضة وكرة القدم في القلب منها الدولة المصرية في عنوانها مصر الجديدة من عشرين تلاتاشر اصبحت نسخة دولية حقيقية لا يمكن ان تضار الامور بهذا المنطق وانا اتصور ان هناك رصد كامل هنا الخطورة في تحقيق العدالة والعدالة هنا حين اتحدث نادي بحجم النادي الاهلي انا هيتم تصغير المأسات عشان يبقى بيتكلم عن جون وفاول وكلام يعني لا يبوز ولا يحمل ايا من المنطق النادي الاهلي اللي التأدب فيه زي وزارة التربية والتعليم كده يسبق النتائج النادي الاهلي اللي لعبين هم يعني زبدة المجتمع الكروي افريكان وعربيا حين يعني غضبوا دون حق لعب بالنشئين وقاعة شعيرة جدا ابو حباجة في ارعب بدالو كابت عمد كروان في اجيال يعني اقصد ان النادي الاهلي لا يماحك مقابل هدف يماحك مقابل الصناعة مقابل من كرة القدم المصرية في كل الفاترينات بالزبط متى يكون لدينا نظام بحجم احترام الناس للكرة المصرية عربيا وافريقيا على الاقل وبالتالي هذه المنافسة حتى تصبح عادلة مش اقول شريفة لانه طبعا لا استطيع التشكيل كلهم اصدقانا وكلهم ناس محترمة لكن لا هناك بيوعى في الاداء هناك ترضيات للسوشيال ميديا هناك محاولة للحفاظ على الكراسي والكراسي يعني انا بقترح على سبيل يعني انه فعلا تبقى الدنيا سهلا انه الكراسي ما تكونش فيها نوع يعني من اللاصق المحلي عايزين كراسي يعني اتفال يعني اتفال ده مش هيجي الا بحزمة قوانين مترجمة الحقيقة اي اعلام مستنيرة كابتال اسلام لازم يوقف ضد حكاية ان احنا نسمع ان في لوائح بتتعمل علشان البند الاول يقول لك اصل الجماعية قاعدة قدامك ايه في القاعة البند الاول يذهب فلان الى علان موافقين عليه موافقين لا نحن نريد نظام ان شاء الله بعد انتهاء الموسم وانا وعدت حضراك ان دي هكون حملة من الزملاء العزاء المحترمين اللي بيقدروا البلد دي مش النادي الاهلي بس وبالتالي لابد ان يكون لدينا نفس الشرائع ونفس النظم المحترفة في كل العالم في القلب منها ان يكون لدينا نظام كروي اداري يديروا محترفين بلجان مش بيت يعني معتم ما نعرفش مين نتمنى نتمنى ان دا يحصل لانه دا مختار حاجة كابتال اسلام لانه زي ما قلت الحضراك لو بالمناسبة نادي اللي قال لي فضله تسعب مباريات ونادي الزي مالك فضله اه سبع مباريات يعني فرق مباراتين طيب لانه مهم جدا ان احنا بنتكلم في هذا الامر وسؤالي القادم لحضراتكم برضو اينا العدالة معلش انا قاسف جدا لان الموضوع ده انا بالنسبالي النهاردة يعني احنا بنتكلم فيه من بدري ولكن لما تيجي تفكر ان انا كنادي العب اربع مباريات في عشر تيام والنادي اللي نادي الزي مالك النادي المنافس ليه في الدول اللعب المصري يلعب تلاتة وبيحاول يأجل واحد او مش بيحاول هما من وجهة نظرهم شايفين ان هما مش هيلعبوا مباريات مباريات الكاس اللي هي مباريات يوم تسعة الا لو اللعب اللغات لما يوصل الدول قبل النهائي لو وصل يعني ولكن في النهاية العدالة دي تيجي ازاي بنعمل فيها ايه وانحنا خلال داخلين في عشر تيام اللي جاية دول النادي العب هيلعب مباريات و hotel النادي زامالك حيلعب مباريات وبالتالي انا هنازي زامالك مثلا اللي قاله فترة طويلة جدا ميليح. مزبوط? مزبوط. سوء. هييلعب يوم ثلاثة. في محلة? في اسكندرية. اه. خلاص? بعد الموافقة طبعا اتحاد كرة القادر. النادي حيلعب في اسكندرية. ليه? عشان عنده مضش بعضها بيومين او ثلاث تيام واستة مع الاتحاد في اسكندرية. ما هو على كده بقى. وهو اعاد في اسكندرية. وهو اعاد في اسكندرية. ممكن بقى الاسماعيلي بعد كده يوم اثناشر يطلب ان هو يلع важ في اسكندرية. ومالك عنده الاسماعيل يوم اثناشر. اه. فممكن يطلب يلع agف اسكندرية يبقى نادي الزا مالك متحركش من اسكندرية ونادي القليل العمل يلف. ماو الأني هو البقى دورة صيفازة بتاع زمالي الخاصة. ماذا اللي انا بكلم عليه اه هنطلع فصل وبعد الفصل هنرجع نجاوب لحضراتكم عن هذا السؤال من ستزيتنا الكبار بعد هذا الفصل. اهلا انا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى عزائي المشاهدين والساس جمال مهم جدا اه ان احنا نتكلم في النقطة دي لانها نقطة مهمة جدا من يوم اتنين ليوم اتناشر انا حلعب اربع مباريات وانادي الزمالك حيلعب تلات مباريات ومجلس ادارته اصدر القرار او اصدر بقى ان هو مش حيلعب يوم اه تسعى مع اسوار. تمام. اتحاد كرة القدم بالمناسبة قال ان هو لأ ما حيلعب يوم تسعى وما فيش مشكلة. لكن اتمنى طبعا ان دا يحصل. ولكن. لا لازم الاتحاد يا تامي اه يعني ازا كنت بتعمل مسابقة مراعاة العدالة. العدالة حتى في لو انت هتظلم الاندية. ايه. هتضغط الدولة. يبقى عالكل. ما يبقاش الفريق اللي هو عشان كان بيشارك في افريقيا وناجح في افريقيا وماشي ومكمل هو دا اللي يتظلم. ما هو برضو دي مش عدالة. ايه. لانه هو ما تقوليش بقى انه الاهلي هو اللي بيكسب وهو اللي بياخد المكافأة والكلام دا. ما الاهلي حكم على نفسه ووافق ان يلعب دون. لا احنا قلناها. قلناها برضو. يعني دفع ثمنها يعني. لا واحنا قلناها قبل كده. انت النور ده لما تيجي تطلب من النادي الاهلي يا كابتن اسلام. اللعيبة بتوع المنتخب الولمبي. طب ما النادي الاهلي ما ايوة. ما انا عايز اقول ان دي مصلحة وطنية. ودي ايضا مصلحة وطنية. طبعا. ان انت كان عندك فريق وناجح فيه. في بطولة دوري الابطال. ووصل الى ان هو كسب البطولة. فده بيوضاف كمان الى انجازات الكرة المصرية. ايوة. ما تقوليش ان ده للاهلي بس دي يعني. اه عشان كده بنقول الضغط يجب ان يكون. على الجميع. على الجميع دي نمرت واحد ازا كان بنتكلم على العدالة. اه. نمرت اتنين انه يبقى فيه مراعاة شوية طالما الوقت يسمح. اه. يعني انت عندك فيه ايام اخرى ممكن تقيم فيها المباراة تريح. اه. تفك الضغط اللي موجود على النادي الاهلي. اي يا تاني. يعني تفكله الضغط شوية. ايه انت تاني ما هيقولك لا انا عايز اخلص الدوري في اه قبل بداية التسعة يعني. طيب ماشي ما انت عندك اللي يامو انت اه. خلاص يعني اللي يام دي كلها اتشغلت يعني ما انت هتخلص الدوري بص. انا سيزا جماله والاهم يتزم بالحط وبس ما يعطي يودي ده ملعب ويودي ده ملعب. يعني على الاخرى برضو العدالة انك متلعبش في الجدول اللي انت عاملو. بالزبط كده. يعني مفيش بقى حاجة اسمها ايه. انت اعلنت جدول والناس كلها احترمتو. ايه يا فانت. ازا انت اردت ان تحترم. كجهة او كهيئة. هي اللي بتدير اه مسابقة الكورة في مصر. يبقى لازم تتمسك بما وضعته. بحيث انه محدش يحاول ان هو ياخد ميزة اضافية على حساب فريق اخر وفريق منافس. وعريق ولو تاريخ اللي هو النادي القلب. طيب. استاذ محمود قلب تتفتكر ما عرفش. انا بسألك. ان في قصة بتتعمل او فيلم بيتعمل او موضوع بيتعمل. علشان اصلا مش فجأة كده. ان اه الناس كلها توافق على ان المحلة تلعب اه يوم ثلاثة في اسكندرية. او انا عندي او ازا مالك عنده يعني مبارات الاتحاد بعدها بتلات ايام. وبعدها بتلات ايام. ممكن الاسماعيلي بعد كده يطلب ان هو يلعب المبارات في اسكندرية. يعني. هل ده ممكن تكون قصة ولا احنا. يعني 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 ما يبدو ان هو امر ضبرة بليه زي ما بتقول التعبير. اه. بمعنى ايه. يعني بمعنى ايه. بمعنى اتحاد الكورة. قال في قراره انا اه الاهلي هلعب اربع مبارات. والنادي زميكة عبار مبارات. ايه دخل الاهلي? وانت بتعلن جدولك بتقول لست انا حاوزة ساوي ما بين الضغط. انت مالك انت راجل مسؤول. لما بتحط اه جدول. ما تدخلش الاهلي طرف عشان تدي للمنافس فرصة. يقولك انت بتضغطنا ليه زي لاني احنا. ايه علاقتنا. لانه الاعتراض على ماتش الكاز. ده اعتراض غريب جدا. بصير بصراحة. ايه. لانه الكاز ما فيهاش تكافه فرص. يعني الكاز خلوجه لما اقول انت لو كملت مشورك في الكاز. وصلت للنهاية مستنى الفريق التاني شان يجي بعد سنة. يعني يعني ما فيهاش اه. تكافه اللي ما فيهاش تكافه فرص يعني. ما فيهاش انت خلاص مستنى الطرف التاني لما يجي. خلاص انا في النهاية ايه علاقة ده بتكافه. الخطأ الوقع فيه اه يا كابت الاسلام. اه المباراة صاحب المجهد انه قال ايه? عشان الاهلي عنده في الفترة دي عنده اربع عبارات فلازم نخي. يا عمي لا اغلط. يعني انت مش مش من حق تقولي الكلام. انت بتنزل جدول. اه? وخلاص يا جامعة ده كده ومحش ناقشني. طيب بنزم منك عمي بان ردت تحت الكرة قال لك المباراة فيما عندها تحت اي. زرف. تحت اي زرف. تمام. طيب. من حق ان النادي الزمالك ينودافع عن حقوق. طبعا. راجل راح اسكندرية عمل معذكر. نجلب على البيودير. هنلعب. هنلعبوا براتين. هنلعبوا مع الاتحاد. وعندنا ورد. طب ليه يا جماعة ما نجيب المحلة والقاهرة زي اسكندرية ومفرقتش. ما نتغير جوه. يعني ولو نكمل يعني برضو الاسماعيلي. واي لقمة كده برضو. على فكرة. على فكرة ما حقه. ما وققه كده. ترابا شايف الموضوع ما يعمل. اللي انا عاودة فهين بس للناس عشان ناس بيقول كلام. ويما اعتقد انه من النادي الاهلي. رافض روح لإسماعيلية. لا. ده انا لازم نعاود الاهلي يروح لإسماعيلية ويروح بالصعيد كمان. لانه دي من الماتشاط الكبير جدا اللي كان لها اثر. في ان ايه عودت لعيب على الضغط العصب وان يلعب تحت ضغط في ظروف. الاهلي مش رافض يروح لإسماعيلية. وما حصلش انه مجزرة دي اجراء. ده يا ريس. ما يجيبه ما يجيبه يا فندم. ده التحاد الكورة. اه? والامن هو المسؤول عن الكلام ده. لو الامن اهل اتفضل يا ايدي روح لها في اسماني. امر النادي الاهلي. ما هيعتبر. ايه مجموع. ازا كان النادي الاهلي بيعلي مصلحة البلد في كل شيء. مش هيعليه في ده طبعا. يعني عارف انت التصدير المعلومات المضللة. زب تصدير تصدير. المضللة والتطليل. ونزارة النادي اللي بيجيب. لا ده الاهلي اللي بيتعمل معاه. يتكتف اه في كوتب في التصرفات. وحركات. بس اللي اللي فاهم ومركز يعني الامر. ما ازا منك راح انهك. الرجل يدرب علاقاته انه يجيب النادي المحلة من القاهرة. على اسكندرية. كويس جدا. مجح. وهيلعب مكشير الاتحاد بعد يمين. عنده راح. والاسماعيلي كده كده جاي. اسكندرية هيلعب الاهلي. طب ما يقعد بالمرة الاسماعيلي. ويلعب المكشير تاني. يعني ما خلاص بقى كده بعد زي ما بتصوز احسن. لا ما هي كده. نكملها في اسكندرية. ما خلاص بقى مشكلة. خلاص بقى كده كده. يعني الاهلي بيتعاقب على فوزه ببطولة افريقيا. ايو لازم يتعاقب. بالزبط. لازم يتعاقب. ايو الله يتعاقب. مش بطولة افريقيا بس يا ابو محمد. الاهلي بيتعاقب على ان عنده سيستم وينافس دائما وموجود بصورة بطليق بيه وبجمهوره. وغيره مش قادر يعمل ده. فلازم يتعاقب على الغلطة. يعني هو الاهلي استمراره في بطولة افريقيا للنهائي واحراز اللقب. ده يعني سبب هو انضغط عليه. اه طبعا. بالشكل ده. ولا يعني يعني مغدر نظر عن المنافسين. يعني ايا كان المنافسين. يعني هذا شرف للبلد. وشرف للنادي الاهلي وشرف للكرة المصرية. مش ممكن الاتحاد الكرة يبقى تاهي عنه هزي النقطة. ويضع الاهلي تحت الضغط بالشكل ده بصورة مستمرة. لتحقيق العدالة في. لا انت حقق العدالة فعلا. انت بتدور على العدالة لصالح حد معين. يعني مش مش هسيبها صح. فعلا انا شايف الاتحاد الكرة يعني تأجيل مباراة في الكاس. طب من بطولة الكاس ومن بطولة الدورة. اه دي. اه ده مصار وده مصار. وان انا مسلا اه اه يعني اخد فرقة معينة تلعب في مدينة معينة. لفترة اه عدد من مباريات. والاهل رايح جاي بمحافظات مصر. لا يعني دي يعني ده عقاف. ده ماتش النصر. ماتش النصر. ماتش النادي الاهلي جاب موافقة من نادي النصر عن ماتش تلعب في القيارة. اه. الماتش تلعب في استاد الماكس في اسكندريا في عز يعني ايه اجواء شنوب عز يعني. كده كان قبل برضو قبل مباري. قبل السفر لسان داونز لو. اتذكر يعني. يعني في حاجات غريبة يعني. استمرار الاهل في بطولة افريقيا للنهائي. ده سبب يعني مش مش شايف له اي سبب ان هو يتعاقب هزي الصورة. ان هو يتضغط عليه بالمباريات في توقيت دايق جدا. ومحافظة من هنا الهنا الهنا الهنا. لازم هي شيء من العدالة اتحاد القرى. كبتن مجاهد يعني انظر في الامر. بشكل موضوعي. لان طبعا. اه يعني. وضعف الامر برضو ان الاهل لما يتأخر عندما طلب منه رباعي قيم جدا. مهم جدا. ست لعيب. ست. آه. ست. اه ست لعيب. يوصل اربعة منهم. اه. ست لعيبين. اه. الهم اساسيين. اساسيين. اه. ايا. في يعني. اه. كل حاجات ده لازم تحط في الاعتبار. وامتداد المسابقة اسبوعه واسبوعين كمان مش مش هيخرب الدنيا يعني مش يعني انا شايف ان لازم. لا يا فندم هو لا هو حتى لو بتسيبك من امتداد المسابقة فندم. لانه في النهاية حضرك حتى لو عايز تنهي المسابقة في معادل حضرتك. حتقدر تعمل ده. حتقدر تعمل ده. اه اه اه. اذا ازا فخطت الاهلي فاضغط بقيت الفرق. يا مش ضغط. لا ده يا بفيش.. يا بش ضغط يا الجزام بنفس الموضة عشان نفسرق الجمهور حضرتك هي مش هتبقى ضغط الحد يا الجزام بنفس الموضة. ان يلعب الكل كل اتنين وسبعين ساعات. كل عشر ساعات. او انا ليس قالي. كله ما ابدأ على الكل. على الكل. اعلى الكل. بينما الاخرين في اكثر من عشر تيام راحة. بالزبط. اكثر هي يا فندم ده كتير جدا. بعد شهر. اه اه اي زمالك رايح ما قاله كتير جدا. شهر ونصه شهرين. الناس قاعدة برايحها. الناس قاعدة ما عايز مشكلة. وبعدين ما عايز يكمل القاعدة في اسكندرية. ما فيش مشكلة برضو. ولكن خلاص زي بقى. سوز عسام كان فيه زمان دورة. دورة الصيفية دي حاجة من العلامات مصر. ما شاء الله. وكان بيجي فيها فرق من الاتحاد السوفيتي وفرق من روسيا. بجد يعني. وكان الاتحاد السكندر يسمي الاتحاد الصيفة يا كابتن اسلام. اه. يعني على فكرة على ذكر الكلام ده. المفروض. ان تتحقق هذه العدالة. وان يخرج اتحاد الكرة او من يمثله. المهمة سحمد ميجاهد الحقيقة كان طموحنا انه طول الوقت كان بيكلمنا انا تحديدا واكيد كلكم قريبين منه لانه الحقيقة فاهم ومن صغره حابب الشغلانة وحابب القواعد واللوائح. لا طبعا حدو. وشايف مصر في حتة تانية. فكان نفسي هو يطلع اولا لما يتقالي الاهل اللي هيذهب الى الاسماعيلية يعمل المؤتمر بيان ان الاهل يا اخوانا ما بيروحش او الزمالك ما بيروحش حتى. مش بمزاقه. عشان كذا. مش بمزاقه. لما نقول كده يخرج تفسيرا يعني اتفاهم ان المحلة عشان نتكلم من الاخر. اتفاهم من المحلة لما يتقالوا المسافة بين القاهرة والاسكندرية هي هي. ها? يبقى المحلة يوافق مش فرق معها. لكن ازاي انت توافق على ناقل مباراة. انا ابدأ تكافق الفرص. انا جاي ولا انت عايز بقى تقلبها كلها ان يذهب الاهل في هذا الاتجاه ويبعث لو كمان معروض مش هلعبوا الكلام ده. ده كلام مش محترف. ويغزي شيء ما في الشارع المصري غير مطلوب. وهو الحقيقة الكابتر احمد مجاهد واعضاء اللجنة كلهم ناس محترمة وناس لهم اه اسماء هم وزي ما بننبيهم بس الكابتر. لكن احنا بننبه من دي الوقت يا جامعة احنا النهاردة كايب. النهاردة خمسة وعشرين قبل الكلام ده. ما انا كابتر اسلام بقول ان احنا ناس محترمين وصحابنا الصغارين. طبعا. بس انا مش عارف انا انا لغة ان انا او خاطبهم. يعني انا مش عارف اعمل ايه عشان برضو بلدي دي يبقى زياء زي كل الدنيا زي ما بقت في حاجات كتير اوش. ايه. 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 وهو حلم معانا. انا بكلمه دغري اهو. انت حلمت معانا. انت ليه مش كل اتنين وسبعين ساعة. واللي عايز يلعب يلعب مش عايز يلعب يشوف بطولة اخرى على مقاسه في بلد اخرى في اتحاد اخر. بالضبط كزا. من غير ما نقل بالشارع المصري نار يا كابتن. ازا. الكرة صناعة امن قوم يا كابتن وصناعة بهجة في نفس الوقت. ده مش كلام كتب ده كلام في كل العالم. ازاي ازاي محدش بيرد يقول لك سيبك. سيبهم. لا لا هذه ليست ادارة محترفة. وتحديدا محمد مجاهد اللي انا شفته قدامي ما شاء الله بيذهب ويذهب بعيدا. وتمنيت مرة ومرة وانا بفكر اهو. قال له عم فوزي غانم نفس اشوفك على الكرسي ده. وعم فوزي عايش ربنا ادي له الصحة وشافه على الكرسي ده. على الاقل المقولة دي دي اه معاني يعني. يا احمد مجاهد يعني والاعلام لا تعرف. لا تفكر ان انا بقولك من جيل يا بشمهندس. يا اخي الكرسي ده اللي عمك فوزي كان عايز يشوفك عليه. قاعد عليه قمم. قمم حكمة الكرة المصرية بالعدل في زمن الهواية وكأنه احتراف حقيقي. احنا ليه بعيدة عن القصة دي. الكلام لازم يكون على عوينات ويكون بمنتهى الصراحة. كل اتنين وسبعين سعب على الجميع او على الاقل على المواقف المتشابه. اللي هو المتنافسة. من المركز الخامس. على المتنافسين يعني. يا يا عم كل خمس ايام. كلهم حتة واحدة. هتودي واحد ملعب بمزاجه وبدأ ما يجيب لك موافقة. هذا الامر متروك للجميع. لكن احنا ليه عملين نلف حوالين سيدي الجبلية ده يعني. اه. ومش معقول كل شوية واحد يوديله دست الشمع. ويقرى الفتحة. يعني. ويدعي يا رب المتش ده يتلعب هنا. فالبركة الحقيقة. معقول يعني. معقول يعني ويخرج بقى الجميع. ما حنا لاياخد دست الشمع يا عزيزة. ناس بتفترق على الكرة المصرية. نقول لك كده احنا ممكن ناخد خمسة. اه. خمسة. خمسة في ستة او خمسة. الوضوع جد خطير. الناس بقت بتفترق على الكرة المصرية. الناس بقت بتحدس بلغة. صف فقط. المشكورين انهم بيلعبوا في الدورة. يا سيدي البطولات دي مش عاجباكو. بخلاص. انتم وشأنكم. ثم لا يوجد اب شرعي. حاكم. اه. كل الاولاد في البيت. كل واحد بيقول له لو ما جبت ليش حاجات انا مش مش. يا رب يقول له مش اعيد لك هنا. يقول له امشيك من هنا. ازاي ده? ازاي كل حد ليه طلب خاص يعني. ام. لا لا يمكن ولا يجوز عندك سلسلة من الاجراءات تتخذها. وبالتالي ده اللي احنا المفروض ننتظر. مواعيد محددة. مواعيد محددة من خمس للعشر كزا. مسموح بنقل ملاعب يسمح في منافسة على القمة يسمح للناديين او لو هم اكتر. في منافسة على الهبوط يسمح للاربع خمسة او لو هم اكتر. دي دي حاجة غريبة يا جباح. لكن انا انا اعمل قصة وحكاية ورواية على موضوع علشان انا اروح اعد اه في اي حتة في اي بلد في السويس هنا ولا هنا. واجيب الفرقة كلها تلعب عندي. اعتقد ان ده. يا كابتن فيه خطورة في الموضوع زي ما طلع بيان بليل على رأي اخوها محمود وتقال الامن لا يوافق على دخول الجمهور في نهاء القرة. للنادي الاهلي. وطلع الموضوع مش الامد. طلع الموضوع اجراءات احترازية. صحة. والمجلس الاعلى لكورونا بيمثل فيه مندوب عن رئيس الوزراء والصحة والشباب وكزا. هو اللي عنده مخاوف ما. يوم يطلع بيان كده هي الدنيا بقت كده في البلد دي. حرام. عموما حنكمل كلامنا في هذي النقطة لانها نقطة مهمة جدا. وحفضل اتكلم عنها وحفضل خلال الفترة القادمة دايما نتكلم عن هذي النقطة لانه اهم حاجة بالنسبالي. عنديش مشكلة على فكرة ان لا قدر الله لا قدر الله النادي الاهلي يتغلب في الملحب. خلص. ما عنديش مشكلة كورة. احنا بنتكلم كورة يعني. طبعا. اه. عادي. اه. ما عبدو محدش فيقدر يدخل. الناديش هيقدر يعمل فيها حاجة. هو النادي الاهلي طلب. واللي حصل نهاردة ده يعني مشكلة. يا خبت الاسلام. النادي الاهلي طلب حد اكتر من حقه. خلص. يعني حد عاوز يقول لي الاهلي طلب من الحكم جمله. خلص. طلب من الدحد كورة جمله. خلص. الاهلي عاوز المستطيل الاخده دي عام ايه لعبت معي في الملعب? مباراة. بالزبط كده. متاخدنيش بقى في حتة تانية. الله ينور عليك. بس الدين ايه? الديني طبق على الكل. الله ينور عليك. متعاقبنيش على تفوقي في ان انا في افريقيا والظروف. يا توقف معاني. ده بطولة مهمة ليه يا جماعة? الديني قواعد عاما. واحنا صنعنا مجد. لا اهو انت صنعت المجد ده. صنعت المجد في افريقيا عن طريق مين? مش عطارب مصابقات الاندي. ما بالزبط ما ده لعبت بطل الدوري. سواء الاهلي سواء الزمالك. او كأس الكوس. خدت الخبرات. او النبي سواء. قول بادي على فكرة والمحلة في العام تسعة والشتين وبعد والمحلة في السبانات. عشان كده فندم احنا لما بديجي نتكلم دايما بنتكلم زي ما حضرتك قلت يا سوز اصاب. ان الامور يجب ان توضع في شكل قواعد. مش عالقي فكأة. الزبط ما انا بقول قواعد عامة. معطرف بيها وعلى الكل. لا. وعلى الكل. تطبق على الجميع. الزبط كده. محدش هيحتاج بقى. هنكمل كلام. مش هناخد شامع يعني ولا حاجة. اه لا مش هنضطر كده يعني. ونزيدك الجبلاي. اه. حصله مقام. اه. عشان بس نزل. ايه. طيب خلينا نكمل كلامنا ولكن نطلع فصل ونرجع بعد هذا الفصل نكمل كلامنا مع سازيتنا الكبار. اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى عزائي المشاهدين. ما زلنا في حادثنا عن اه العدالة خارج الملعب. احنا بنا بنيجي نتكلم عن العدالة جوى الملعب. نتكلم عن عدالة تحكمية. وفي النهاية الحكام طبعا كلهم اصدقائنا واخوتنا وفوق راسنا وكل حاجة. ولكن اخطاء كتيرة بتحصل خلال الفترة اللي فاتت. فمش عايزين ده يحصل خلال الفترة القادمة لانها فترة. ما دي عايزة ضمن التنظيم برضو. الفرق زي اتنين وسبعين ساعة. المتنفسين يلعبوا بدوليين. مع دهم يلعب بدرجة اولى وكزا. مفيش مفاجآت. محدش بقولك قول اسماء. قول الكاتجري بس. من هنا لهنا دولي. من هنا لهنا درجة اولى. ايو. احنا عايزين نخرج بورقة عمل نهديها للجبلاء كابتن اسماء. كبداية. نتمنى. نتمنى ان شاء الله. لكن دلوقتي ايضا الكابتن حسين اه السيد عضو اللجنة المكلفة بادارة نادي الزمالك. اه قال ان يعني استاذ القاهرة فيه اصلاحات وبالتالي احنا اه اتحاد كرة القدم اجبرة. على اه ان تنقل المباراة الى الاسكندرية. على اساس. طبعا الكابتن حسين يعني اه له كل الاحترام وكل شيء ولكن على اساس ان ما فيش يعني ما فيش ملاعب تانية. لا يبقى فيه متروزبورت. في متروزبورت قبل كده. وده يعني اه فيه اه ادفاع الجوي. فيه طبعا ملاعب. فيه ملاعب. العساس بقى ان مفيش اتحاد كرة. السيد ليه بيقول اتحاد الكرة اجبرة. طب اتحادي الكرة هو اللي يقول. هو اللي يقول لنا طبعا. كابتن الاسلام يعني يا ريت الزملا برضو يشوفوا هل فيه تصريح زي ده ان الاتحاد الكرة اصلاحو كده بيتكلم. بالنهاب عن الاتحاد المصدر ده ما قالش اي حاجة بيقولولي مش كده بس دي ما يسأل اتحاد الكورونات القدم مفهومة يعني عايزين مصدر نفسيها يا ريستو طالع قرار وطالع قرار غير مبرر اللي بيحصل ايه ان اتحاد كورونات القدم اصدر بيان قال في ان انا طلب مني كذا فانا عملته اصدر بيان الاتحاد اصدر بيان اوه اي اتمنع لو في بيان نشوفه بقى ده رأي الاتحاد. ايوة ده يعني. هذا بيان للناس يعني. اه فبالتالي مفيش مشكلة ويعني الكابتن حسين له كل الاحترام وله وجهة نظر وكل حاجة. لا احنا مقصد مين ما تحدث. لا بالنسبة لمباراة المحلة. مش كده? بالنسبة لمباراة الاسماعيلي بقى. اه. لا الاسماعيلي مفيش حاجة ده احنا بنتكلم ماذا لو. انا بقول لو حدث. اه. لان انا برضو زي انا سامع اشعاعات برضو. انا سامع نفس الاشعاعات. اه. انه في احتمال. اه. انه في احتمال انه الاسماعيلي يوافق على ان المباراة بتاعتهم تتلعب في. طب على فكرة ما هو حقهم. انا فتحت المجال كاتتاحات كرة. خلاص يبقى انت. فتحت المجال بقى كاتتاحات كرة. بالزبط. بالزبط. والله العظيم الحل ان برج العرب والماكس واستاد البلدية العظيم التاريخ اسكندرية تلت ملاعب. ينقلوا بقى اللعب كله هناك وكل 72 ساعة. اه. في السكتيري. وده حاجة زعل برج العرب. اه. كل واحد. ده ازا كل المشاة. اه. كل حاجة بقى. اه. اصنع حدهاك بتقول سمعت اشعاعات. وهنا واحنا سمعنا. اه. كل واحد سمع حاجة. كل واحد سمع حاجة. وبالتالي. ما هي البداية منيه انو استاد القارة فيه اصلاحات. اه. انت المرحلة اللي جاية بعد ماتش. لحسب حسب من النتيجة الماتشين برضو. طبع. يعني حسب نتيجة ماتش غزة المحنة لا باكينا نتيجة. لا والسؤال اللي انت اصراحه فعلا. اصلاحات. خليني خليني اقول لحضراتكم برضو لانه اللي بعتوا طبعا ده اه الزمالك والمحلة باستاد الاسكندرية قررت ادارة المسابقات بالاتحاد. اه. المصري لكرة القدم. اقامة مباراة الزمالك مع غز المحلة المؤجلة. من الاسبوع الـ 28 مسابقة الدولة المحدد لها السابعة مساء الثلاثاء 3 اغسطس المقبل باستاد الاسكندرية بدلا من استاد القاهرة. من اعلى صلب. اه ما هو قدامي. هو ده البيان. اه. والبيان اطلعن عليه. اه. والبيان اطلعن عليه. واضح انه هو طبعا اه يعني طلب اه اه نازل زمالك. هو معنش الحقيقة. هو الحقيقة. يعني لو نبطنا ده بالقال وكابتن حسين السيد. نفهم. اه كابتن حسين السيد قال كده بالزبط. يعني نفهم. قال ان هو مفيش راحة لضافية بعد مواجهة. وليه مش معنى استاد اسكندرية تحديدا يعني. لا هو الخبر طالع زي ما كابتن اسلام ارى كده. قررت ادارة المسابقات. بالزبط. بلا سبب. احنا جلنا على فكرة من كم يوم خبر اخر. ايه. انه اتحاد الكرة وافقة على طلب الزمالك بعد ما جلب اه موافقة المحلة. على انه هلعبه باستاد اسكندرية. اه. فالاخر كم يوم الحقيقة 72 ساعة زي متشاط الاهل كده. في كلام هايحو لاي. كان الكلام بيتقال انه عشان الزمالك جاب وافق. انا دلوقتي قررها دي جديدة علينا. اه. اه. والله لا دفنت. اه. اه. اقول خبر. ساعة واحدة. اه لا انا بقول جديدة علي. اه. اه. الخبر الساعة واحدة ونفس. دور. اه. اصاز اسماعي. اصاز اسماعي. اسماعي. انا اسماعي ما زميلنا في الراجل ما يكتب ما يومل عليه. اه. 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 غزت الخلف الموضوع يعني. انا انا. انا عن نفسي ممتنع عشان كده. اه. بس قبلها جالي حاجة برضو ان اتحاد الكرة هوها فقط لزة مالك. مش قرارة. اه. حاجة برضو غريبة ما يقولوا كلام واحد وخلصنا. اه. هو مش مكتوب سبب. ولكن اه جاية اجبر اللي قال لكابتن حسين. لا اجبر ده يسأل عنه كابتن حسين. اه. لن نحصل على كابتن حسين قال ان هو لن نحصل على راحة الاضافية بعد غاز المحلة. اه الا اجبر. ولم نطلب تأجيل مباراة غاز المعلقة حيث رفض استاد القهارة استضافة المباراة لوجود اصلاحات. ما لم يعلمه الكسير ان استاد القهارة تم اصلاحه. حاليا اتحاد الكرة. اجبرة على نقل مباراة الزمالك والمحلة للاسكندرية لوجود اصلاحات باستاد القهارة. اكبر. ده يبقى هو عنده معلومة متطورة. اكتر من انا اعرفش الحقيقيقة يعني ايه. اكبر ما هيبقى هو هتحد الكرة يرد على الكلام ده. نعم هو يقول الكلام ده يعني ازاي اكبر هذا. هل هو طلب ولا اكبر? بسبب. ها. ان انا اكبرنا على موجود اجراء. وايه. فيها ملاعب طبعا انا مش عارف هم كنا انا معرفش اه لا فيها انا عارف ملعبين على الان عندك الدفاع الجوي وعندك الكسورت وعندك بلاش مش عايز تلعب استاد السلام تمام انا معيك طبعا لانه دنيا تبقى صعب لكن عندك بقية الماطشاط عندك بقية الاستاذات موجودة فبالتالي انا الحقيقة حاسس ان هنا انت شاكت ما عنديش معلومة على فكرة ما عنديش معلومة بحاجة. ولكن انا الشك حيكلني بصراحة. هو بعد بعيدنا. الدنيا ماشية في التجاني. ساعد بتصريح السكتر. لا الرؤية واضحة. فاضحة. مش عارضين اتحكي عن نفسينا. لا الرؤية واضحة. وانه التحاد الكورة يعني في مواقف مع الاهلي بيكيلوا الامور بمكيلة. بمعنى يا فنان. بمعنى. انه يعني شوف انت الفترة اللي فاتت. لما برامج طلب مباراة الكاس. وهل عندي ابن اللعبة مش هادر لعب من غيرهم. خلاص يا عجلنا هادا. النادر هادر لك. لا خلاص انا مش هقدر تخلى عنواج بالوطن. لانا اساسا شغلته كلها اه انا في خدمة الوطن. صبور. اتقدموا عندي سادة اكمل باقي المسابقة بتاعتي. لو عاوزين اكمل. وتحمل. وتحمل. خلاص. ما طلعش اقل ايه. واصلوا اللعيبة واحنا لا مش هنقولي الكلام دي. انا والله. مش هيقول. ما حصلش. مش بنا بقولك اهو. اه. مش هيحصل. فطبيعي جدا. انه النادي الزمالك يستفيد من كل علاقاته. وتواصل مع التحاد والقول. على فكرة. انه هو. حق انه هو عايزه. وحق مصلحته. انا بس اريد اقولك حاجة في النقطة دي. انا ما بتكلمش. والله ما بتكلم على النادي الزمالك. هو انت بتكلم على النادي الزمالك. على فكرة ومجلس قدرته. انه هم يدفعوا عن اللي هم عايزينه. طبعا انه هم عقوم. لكن انا بتكلم يا فاندم. انه في النهاية. اه يعني ايه. يعني انا دلوقتي زي ما قلت لحضرتك كده. اه سوز جمال سمع. والسوز سامي والسوز عصام وحضرتك سمعته. وانا سمعت طبعا. كلام من اطور. كلام من اطور في كل حتة. ان النادي الاسماعيل ما هو بالنسبة للاسماعيل ومجلس قدرته. ما هو الافضل ان هم يلعبوا في اسكندرية بيني وبينك يعني. ما انا كده كده هلعب الاهل في اسكندرية. ايه اللي هيصفرني اسماعيلية. ما حضرتك فتحت المجال كانت تحضره. ولاد وبيناك برضو بالمجال. بزد. برضو. الدنيا مصف يعني. طبعا. والفرق اللي تحت دي ملهاش حق. يعني. لا انا اديهم بلطيم. برضو يعني. يعني اصبحنا للوقتي يعني اللي صوتهم عالي بياخدوا اللي هم عايزين. يا فندم حضاراتكو دلوقتي قلتوا الموضوع اهو بتتكلموا عنه بمنطقة الاحترام. فيه يعني. يعني خلف الكواليس بتحصل حاجات ملامحة مكشوفة. يعني. يعني. يعني فين العدالة في توقيطات. يعني. هتحدد البطل. وهتحدد الهيه. هيه بطل. فين فين العدالة في ده. فيه يعني. لابد من فعلا تحضره روكات المجاهد انه يكون احرص من كده. ومنتبه اقصى. انت بتقولي ده انا افكرك بحاجة. سوز عسام بس قبل بحاجة تكلم. واقولك بس على حاجة. في مواقف زي دي. اتحاد الكرة في برنامج زي ده مهم. فيه. ناس والحمد لله بيقولوا كلام للجمهور. اتحاد الكرة يخرج زي قررها كده. لسه كنت اقول لحضرتك. ويرد على اللي قالوه الصحبة دي. لا لا. يردوش. يا فندم اسهل حاجة في الدنيا. يرد على اللي قالوه كابتل حسين السيد. اقول لها عليك حالي بس. ثانية واحد. ما هو سهل جدا ان انا اقول قررها اتحاد كرة القدم ان هو ينقل المباراة بناء على طلب من نادي الزمالك. مثلا. او بناء على ان فيه اصلاحات في الحتة الفلانية في الاستاذ القاهرة. وبالتالي اتحاد كرة القدم قرر من دماغه ان هو يلعب. كابت ان وصلني اللي انت قلت الجزء الاول. انه وافقة لزمالك. بعد ما الزمالك طلبة موافقة المحلة وجابها. بما ان استاذ القاهرة كان فيه احتفاليات اه بتلاتين يوني. تمام? وقال كده وما حدش قال له حاجة. ايه بقى احكاية قرارة دي. وكأنه فيه بتاعة المسابقات دي. اه بجد. اه كابت الاسلام. اصد قال له اكبر هو بعيدا زي ما كانت الاسلامي. اه اكبرت دي جديدة كمان. اه 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 اه. بعيدا عن طلب الزمالك والموافقة على طلبه والكلام ده كله. طبعا وكابت الاسلام. هذا حق الله. هذا حق الزمالك. اه لكن هي الكلام كله على انت كالتحكرة لما تطلع قرار زي ده. لازم تقول السبب. مش عيب يعني ولا حرام. ده ده ده. عشان الناس ايه? كل الناس تبقى عارفة. وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه اكتهادات. طيب خليني بس يا سبس جمال هطلع فصل وبعدين بعد الفصل عندي مفاجأة. حقولها لكم ورضو على الهوى. عشان برضو. مش قادرين استنى الله. لا هطلع فصل بقى عشان. لا مش هطلع فصل بقى عشان. لا مش هطلع. ده مفاجأة في اللي احنا تنتكلم فيه. في عشرة. في عشرة. وما تمشوش في اي حتة. واحنا هقول لكم على مفاجأة. خليني اقول لكم بعد. خبتين اسلام. قرر يقول لكم. اه قرر. استاد اسكندرية هي عاري. هذا الكلام عاري تماما من الصح. نادي غزل المحلة. النهاردة تحديدا جاله اه فاكس من اتحاد كرة القدم. بيقول له انت هتلعب المباراة بكرة او يوم يوم اتنين اغسطس في او تلاتة اغسطس في الاسكندرية مع نادي الزمالك. نادي اللي محدش يكلم حد في نادي المحلة ولا اي شئ. وبيني وبينكم برضو اه يعني نادي المحلة قالك احنا ده مطش ازا مالك اصلا. مم. فبالتالي انا مش فارق نادي. مش فارق معنا. ولكن ما يتداول. خلال الساعتين تلاتة اللي فاتوا ده. ان احنا اخدنا موافقة او ان الناس خدت موافقة المحلة. والكلام ده امع عن احنا ندخل فيها موضوع ان نادي الااا. دقات كرة القدم اجبارة على المباراة في اسكندرية. لأ. يعني الكلام ده بقى اصبح غير ساعدة. طبعا ده من مصدر لنا داخل آآ. ما هو ده يا كابتن ده باختصار برضو. نتيجة لان القرار مش طالع فيه اجابة عن التساؤلات. آآ. ما هو اي حد انت النار ده تقوله المباراة دي اتأجلت او اتنقلت او اتعملت. اه. ليه? سبب. ليه? آآ يعني الخبر نفسه. المهم. الخبر نفسه غير كامل. ما هو كانت واحنا بنناشد آآ. سيد اسماعيل. يعمل لينا الخبر ده. بعد كده. آآ. ما يبقى فيه خرار. يبقى فيه سبب. عشان الناس تبقى عرفاه. آآ. وما حدش يكتهد يعني. بس. هي ده جزء من العدالة برضو. سيد اسماعيل يا رئيس. لا. يسأل. يبتجيله ورقة. لا. عايزه ينقل يعني يعني. اه. 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 انا النهاردة لو آآ. لو اي واحد في حضراتكم او اي حد من الزمله يعني. الشباب والكبار وكله. اتقلوا ان الماتش هيتنقل. هيسأل ليه. الزبط كده. طبع ايه يعني ده سؤال. على فكرة ممكن يأكل الموضوع من بلد. السؤال الاهم. السؤال. الشقيقات الخمس. السؤال الاهم. اين ولماذا وآآ. السؤال الاهم سيد جمال هو ليه اسكندرية. يعني ليه اسكندرية يعني ليه اسكندرية. لا ليه الاول تقجب ليه يتنقل. اتنقل عشان استاد بقى فيه استحافة. انا عرفنا بقى من كابتن حسين دلوقتي ان استاد احنا هنا في استحافة. لو انا معاسكر في القاهرة يا ريز. اه. 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 وقالي المحلة. اعمل حسابه على المحلة. انت المحلة. يعني انت المحلة. اه. اه. اوكي. وجيت قلتي لي قبل الماتش مسلا بتلات اربعة ايام خامة اسبوع. نص الماتش من تلاتة. اعمل حسابك انك انت هتروح اسكندرية جاها. وانت معاسكر في القاهرة. وانت معاسكر هنا وجاي وصارف هنا وعمل. فالطب ما جانب. ما كنت قلت لنا يا جماعة ان احنا كنا نروح فينا بشكل ودي. مش شكل ودي. كنت طلعنا على اسكندريا وعدنا هناك. شوفنا حلو وعملنا. المحلة مش هيرضى يدخل في قزمة. بالضبط. يعني يا ولك ايه. مش فارق اوه. ما انا بذلك. تعرف يا سبيس محمود انا هنا بتكلم عن ايه. اللي بيتداول خلال الساعتين تلاتة اللي فاتوا ايه. ان تم اخذ موافقة نادي غاز المحلة. الموضوع دا مش صحيحة يا مرسل. صار من اتحاد الكورة وانا بقول اهو انه تم اخذ موافقة المحلة اللي هي فكرة برضو مصدر عشان بنزعلش حد مننا انه خدوا موافقة المحلة لا يفندي بالكلام ده مش حقيق لا بقول لحضراتك الستة بتقول من ساعتين بقول لك بقى انا عندي من يومين من ساعتين فاجأ لقي غيرها وغيرها وعندي ده من الساعة واحدة ونص الدور فبالليل بقى وجبيرة ثم قرارة ثم يأتي بيان اخر وده مهم جدا وده دور من ادوار الصحافة الحقيقة ان يكون هناك موقف افتراضي زي محمود قال ماذا لو الناس هناك صح ايو ثم الاخطر ان المحلة لن تستطيع الاجابة يا جماعة لان اللي هيجاوب وجيه جاهز على طول اه 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 يعني كود كده معروف لا يا جماعة لا يا جماعة لا لا الموضوع مش بص الموضوع هتعترض متلقى هتعترض الاستاذ وجيه وتعمل فيها موقف عليك هتتحمل الاستاذ وجيه موجود المواقف دي كلها سيتم ان شاء الله طرحها على مستوى اوسع كلنا والحمد لله الناس بتنثق فينا نحن نريد مصابقة مصرية كروية صناعة الصناعة دي هتفتح بيو الناس عمالت ازمة بدون الازمة طبعا وجهة نظري طبعا فكرة هو لو مجرد سطرين زيادة على القرار اللي مبعوط له والله كده لو الازمة دي عزيد لو الماتش اللي اسماعيل سلعف سكندريه برضو انا شايف كده لا حضرتك فتحت الوجان بقى يبقى مقصودة يبقى مقصودة يبقى مقصودة تزيد لو ما طلعش حد رد على شائعة اسماعيلية والله العظيم مش لو تنقل لو ما حدش طلع رد الشارع بكل الالوان والله لما كنا صغيرين وبنروح اتحاد الكورة زمان ايام الاسادزة الكبار في اتحاد الكورة لا والله من زمان قوي كنا بنسأل الاسئلة دي مكان بحد بيجاوب عليك طبعا لازم يجاوب وانت تقدر تدخل اتحاد الكورة لا انا اتحاد الكورة من ايام الكابتن احمد بهاء الدين الله يرحمه واخبالك شوف بقى من امتى بعد ما يقول الكلام اسأله ليه ما لازم ابقى فيهم انا وانا مش بقى الكلام للقارئ كده اوكي او للمشاهد لازم اقول له الخبر كامل وما وراؤه وما وراؤه وازبابه ايه طبعا لا جماعة ممكن تجيبولنا الاستاذ اسام اسماعيل مثلا لو يقدر يرد على الكلام ده يبقى هو طبعا متبلغ بصيغة نحن عاديل بنتكلم يعني لا على القاعدة العامة استاذ اسام اسماعيل ليس متحدثا المتحدث هو المؤنس احمد مجاد لا استاذ اسام اسماعيل بيتقربوا طبعا من الرد علينا وما بيحبوش يخشوا او ما بيردوش يخشوا وهو متاخد الخبر ولكن انا في النهاية بالنص المتحدث الرسمي المؤنس احمد مجاد دون غيره وبيديوا له خبر معين طبعا مسؤول الاعلام لو يريد ترده علينا في الكلام اللي احنا طرحنا ده كله النهاردة في اي وسيلة اعلانية اخرى ما عندناش مشكلة انا مش حابقى متضايق والله انا نفسي الموضوع يمشي بشكل جيد لانه في النهاية انا يهمني ان المسابقة تبقى ماشية بشكل جيد خصوصا عادلة بفيه عادلة عادلة موافق على او وافق على ان اللاعبته يروحه المتخب الولمبي وما عندهوش مشكلة وافق في نفس الوقت على ان هو يلعب في نفس التوقيت اللي لعبته الستة مش موجودين معاه فيها وبالتالي النادي القالي اكبر المتضررين ولكن هو بيقلي مصلحة بلده بالزبط اه فانا ليه الموضوع يمشي بهذا الشكل وبهذا الاتجاه هو ده اللي احنا بنطلبه كلمات اخيرة سوز جديد طبعا اعايز برضو يعني تكمل الكلام حديثي وهو ختم حديثي بقول ان النادي الاهلي يستطيع ان هو يتظلم ويقدم ورق ويعمل في كل خطوة طبعا عنده القدرة دي طبعا بس الاهلي برضو انا بشوف ان هو بيتعامل على ان هو الكبير بتاع الكرة المصرية والقعدة دي كويس؟ فمش عايزين الموضوع يوصل انها تبقى شكاوي وناس تشتكي وناس تقول طب اش معنى احنا عايزين ادارة في اتحاد الكرة كابتن اسلام منضبطة ادارة واضحة ومنضبطة ولا تترك فرصة للاكتهادات بس سوز بحمود لا انا بقول انه خلاص من وجهة نظري انه الدوري اسبح في المرعب ولعبت الاهلي هم يتحملوا المسئولية دي خلاص لا ينتظر شيء لانه داخل المستطيل الاخضر ان هو يقدل عليه وينتظر انه هو يبزل اقصى جهر رغم كل الظروف دي لانه هو الاهلي دايما بطولاته بتيجي كده بتجيشي غير من لحظات صعبة شوف زي ما شوفنا النهاردة وشوفنا قبل كده فاعتقد انه على الجميع ان يصمت وعلى الجميع ان يعمل وعلى الجميع ان يعمل وعلى الجميع ان يفيق ان يعني مسابقة الدولة صبحت على المحك ولا ينتظر شيء من اتحاد الكرة وان يعمل باخلاص وبهدوء وهدف الاساسي هو الفوز في التسع من البرايات المكبولة بإذن الله تعالى ان شاء الله سيد سيم طبعا المرحلة دي مرحلة ضغوط متعمدة على الاهلي يعني بشكل خاص يعني اللي احنا بنتكلم فيه بانها شوية ده ده ملمح واضح جدا من الضغوط الموجودة اضافة الى الضغوط السابقة البدنية والنفسية والفترة وتولي المبارات في وقت دايق جدا فطبع دي يعني انا شايفها مقصودة يعني انا بصراحة يعني بشكل واضح شايفها مقصودة لكن بطالب برضو لعيبة الاهلي ان هم يكونوا على مستوى احساس بالموقف وان هم يعني عندهم فقط ثلاث مشات وارا بعض يعني ممكن يتجاوزوا ينقلوا الضغط للاخرين يتجاوزوا بتسع نقاط ان هم ينقلوا الضغط للاخرين وايان كان من هم يعني كل اخرين فبالتالي يعني فرصة ان هم امسكوا زمان من الموقف وياخدوا درس زي ما استود محمود قال في الاول ياخد درس كبير او من اللي حصل النهاردة بعدها بتفريط في اي نقطة الموقف هيبقى مختلف تماما في الفترة الجاية استواز عصام ابي باخد منك اه كلمات اخيرة برضو عايز اقالك سؤال هو دلوقتي وسلم الجونة وانا هاخد من كلام كابتن سيد عبدالحفيز الجونة في اخر او في الاسبوع الاثنين وثلاثين عنده مباراة مع اسموح نعم مع الاهل انا اسف وبعد كده المباراة اللي قبلها مع اسموحة في اسكندرية طيب لو الجونة طلب لو الجونة طلب ان المباراة تتلاعب مباراة الاهل تتلاعب في اسكندرية هو التحقرة القدم يقدر ما يوافقش بعد موافقته لنادي الزمالة؟ لا ده كده يبقى مجبر شرعي يعني يبقى ايه اجبرة دي هتبقى شرعي اه لانه هنا في حالة اجبار ودي التانية بفادل طلقة واحدة خلاص ما هو كده اه والله ما هي كده بصو كده الاجبار بقى شرعي مش هينفع بقى تاني خلاص لانه فعلاً ملهاش حل يعني ملهاش حل والله العظيم لو عمل ايه حتى ملهاش افرد حده يل الجونة ما تعملش كده لو حده يل الجونة خلال الفترة اللي جاي عايز يعمل حاجة من دي اعمل بموافقة بالزبط كده. بموافقة الطرفين. يا عم اقول لك على حاجة. خرطمين مية في الجنة والمالعب فيه اصلاح. مصورة ضربة. ما خلاص بقى انت فتحت الهواء الهواء جامد. الهواء هناك جامد. طائرات. طائرات يعني الهواء مالوش دواء. الهواء جامد يعني. اصلا والله العظيم. لا لا عزيم يعني. بتساني عايز اقول حاجة مهمة. الزبط. تأكيدا على كلام محمود وكلام كابتن اسلام. الاهلي لا يصمت عبثا. الاهلي يصمت لان دي بلد كبيرة. بزبط. الوان كرة القدم لا يمكن ان تصبح مصدر ليه. اشعال طرف حريق في الشارع المصري. اللاعبين بالنار. واللي بيخرجوا يقولوا اجبرة. او قررة. او اللي يطلع يقولك لما محمود الخطيب رئيسا عن النادي الاهلي بنقول يحمل توكيل الجمال امامية والجمهور. يخرج مهنئا جمهور الاهلي فيقولك لماذا لم يتطرق للزمالك. هذه الحرائق لن تحرق الا اصحابها. فنيا جمهور الاهلي متأكد وعارف ان نجوم ويستطيعوا افشال كل ده. لكن صدقنا يا كابتن ما هو قادم كل شيء لازم يكون بحساب ومقياس وده لا يفترض ان يكون شغل كل من يحمل قلم او بورد عشان ما يقولوش دلوقتي بقت نت. يعني هي هي. ولكن في النهاية. للكتابة يقين. وفعلا الاهلي بلعبته قادر على الاقل على منافسة شريفة. فقد ما هو دل احنا بنقوله على فكرة ان احنا بنقول جوه الملعب احنا يعني. عايز نظامه. انا عايز نظام برد ملعب. هو ده. هو من غير مالي. اقولك دي اصل الحتة دي الاهلي لا بيزعل على درع ولا بيفرح مدامة شرعية زي ما حضراتك قررت. زي كده. لكن المطلوب وهو شيء يعني اشعر بغبن لو مردوش علينا. مسابقة عند المتنافسين على المراكز من واحد لاتنين. يبقى كل اتنين وسبعين ساعة للكل. بحكام دوليين للكل. الساعة تمانية للكل. اخر ما تشاط في نفس الموعد. عيب دي مصر. ثم مش عارف في النص يبقى ايه. في صراع المؤخرة كزا كزا كزا. وبالتالي ما لم يعني يخرج مشروع زي دا للنور. اعتقد الزملاء يعني واخواتك. كلنا هنحاية اتحاد الكرة بالمناسبة. ومحمود كلنا. لن نصمت وسنرفع الامر مرة اخيرة. ليه المهندسة احمد ميجاد واستحاد الكرة. عسا يجبنا وما نفقدش بقى اخر طرف ثقة. يعني في المقام ده زي ما انتقول. اتمنى ان حضرتك يعني لو وصلت للنقطة دي تقول لنا برضو لان نحن من حقه ان هو اه لو عمل حاجة كويسة هنطلع نقول يا جماعة والله حصل واحدة من ثلاثة. طبعا. المهندسة احمد ميجاد استجاب للموضوع. على فكرة مش هنبقى انا مش هبقى متضايق. وحتى لو رد في حتة تانية انا مش هبقى متضايق. المهم المعروفة توصلة. رد حتى لو مش في نفسه. لو هو عايز يرد طبعا. طبعا. ما عندش اي مشكلة خلص. ولكن انا في النهاية كل اللي انا عايزه ايه? ان انا جوه الملعب انا عندي جهاز فني وعندي عندي مدير كرة وجهاز فني ولعيبة. يقدروا يحافزوا ونقدر نتكلم فيهم ده وحش النهاردة وده كويس النهاردة والكلام ده كل. ولكن خارج الملعب لا يجب على الجميع التصدي لمسلها دي الامور. طبعا. ان هي اللي في النهاية اللي بتودينا اه زي ما عليك قلت لشكل الكرة في مصر. اه من منظومة نفسها وعلاماتها يعني از كانت علاماتك حوالي علامات فشلة. انك اتحاد كرة وهو السؤال انا هل هتقدر او هل هيقدر اتحاد كرة القدم خلال الفترة القادمة بعد موافق اه الزمالك ان هو ينقل مبارياته او مباراته امام المحلة الاسكندرية. هل حضرتك هتقدر ما توافقش لاي حد? لا خلاص ما ده بقى اتحق مكتسب يعني. الزبط كده يعني لو حصل حاجة ونادي معين. اي نادي. عايز كزا? يبقى الموضوع هيبقى فيه. بس انا باكد برضو ان ماتش الاسماعيل اتعمل معايا نفس الموضوع ده. يبقى فيه مخطط معين غير سليم. اه احنا لغاية دولاتي. نرجو ان الكلام ده يكون هوى. انا شخصيا اتمنى يكون هوى الكلام. انا اتمنى. انا امنيتي انه بحجم ثقتي في احمد ميجاد. وانه ده اتحاد الكرة المصري اول اتحاد في القرى الافريقية. لازم يخرج للرد او ببيان مسي مش قرره ولا اجبره. كده حد قدامه. يكون هو يفسر يا جماعة من هنا لنهاية المسابقة. كل اللي بتسمعوه ده هذا عبس. سلم يا استاذ اسامة. ليه مندوب الصحف والمواقع اللي عاديين قدامك. اخر ما وصلنا اليه. المباريات كزا وكزا وكزا بحكام دولين. ما حدش قاله قول اسمائه من المباريات كزا وكزا. الساعة كزا وكزا وكزا. حتى نهاية. وعلى الجميع ان يطبق هذا. وعلى الجميع ان يطبق هذا النظام انا بشكركم مفيش اسئلة. تخيل بقى. تخيل بقى. احدش على فكرة. يليك بيه. لو هو بقى فعلا قد ان عم فوزي كان نفسي يشوفه على الكرسي ده وانا بفكرك بيها. انا الحقيقة بشكركم جدا دائما بتمتعونا استاذ جمال استاذ بحمود استاذ سامي استاذ عصام دايما الحقيقة بنتعلم منكو وانتو اساد زيتنا وفوق دماغنا ودايما بتتكلموا باحترام وبنتكلم بأدب في كل الامور الخاصة باحوال الكورة المسيح. احوال النادي الاهلي طبعا. واحوال. الهداشر بقى وانا بكت. نعم. الهداشر جاهز. اوعدك اوعدك. لا ما تبقى جاهز ان شاء الله. تبقى جاهز ان شاء الله. فانا بشكر حضراتكم الحقيقة على وجودكم معانا وان شاء الله لما نلتقل ازواء جاء اتمنى يا سوز عصامنا الحاجة تكون وصلت للمهندس احمد مجاهي. نيامة عن المجموعة وعن حضرتك هقول دا واقول ان احنا منتظرين اجابات معاك. اتمنى ان شاء الله ان دا يحصل خلال الفترة القديمة. انا بشكركم جدا على وجودكم معانا دايما نشطفيننا وننواريننا. ودايما الحياة ببقى مستمتعة وانا موارين معاك. والسلام حضرتك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ان شاء الله بكرا هكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة في تمام الساعة الحداشر. حداشر مساءا ان شاء الله. يا سوز عصام. الحديقة عشان. الحديقة عشان. ممكن ان شاء الله احكم مع حضراتكم الساعة 11 وحلقة جديدة من البيت الكبير. اشكركم ان شاء الله نلتقي جدا.